أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان وحلقة جديدة من برنامجكم الأهلي قط أحمر أهلا بك فالس أهلا بك يوسامة وأهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي بالتأكيد رسالة خاصة لمن يشاهد الآن برنامج الأهلي قط أحمر مكانكم في القلب عارفين جدا أننا نطلع حلقات كتير بيكون في مباريات مهمة في بطلات عديدة ولكن بنكون برضو واسقين أنتم تكونوا حرصين على متابعة برنامجكم الأهلي قط أحمر والنهاردة منتخب مصر بيقدم وجبة دسمة خاصة الشوت الثاني والثالث والرابع بيقدر أنه يتخطى منتخب الأردن المكافح بنتيجة 3-1 وبيصعد للدور قبل النهائي في كأس العرب لمواجهة منتخب تونس الشقيق مباراة تكون قوية جدا مهمة جدا يوم الأربع إن شاء الله لكن كان مهم أن منتخب مصر يكمل حتى آخر يوم في البطولة قدمنا الشوت أول ما كانش على ما يرام ولكن قدرنا بخبرة منتخب مصر وبتيشيرت منتخب مصر أننا نطلع متعدلين واحد واحد في الديئة الأخيرة في شوت أول لم نكن موفقين للغاية ثم استحوز المنتخب المصري الشوت الثاني والثالث والرابع ونتيجة 3-1 هي نتيجة كانت الأريح لدى جماهير كرة القدم المصرية من أجل طمأنينة لمواجهة فريق تونس ودرابناء فارس أكيد يا أسيمة الحمد لله على الفوص طبعا جمهور مصر كله سعيد يعني بعتقد أن المباراة فيها إيجابيات كتير بعض السلبيات ولكن في النهاية لما تيجي تقيم لأ هتقول إحنا بنقدر نحقق أهدافنا بنقدر نوصل لنص النهاية عشان نواجه تونس في مواجهة مرتقبة جدا يمكن نهايات مبكرة كتير جدا في البطولة دي كمان مهم جدا أن ده شعور جمعي كده كلنا حاسين أن البطولة أتت بمتعة أكتر بكتير جدا ما كنا متوقعين أنا واحد من الناس اللي مستمتعين جدا من البطولة أعتقد أسامة معايا والبطولة كل مباراة فيها حماسية دربيات سواء شمال إفريقي أو دربيات خليجية وكمان لما بنشوف مواجهات خليجية مع مواجهات إفريقية بيكون في النهاية كل ده بيقدم لنا مباريات كنا مشوف نهاش بقالنا كتير ومدارس فنية مختلفة يمكن عايزة أقول أن مدرب منتخب الأردن كان بيتكلم عن أن منتخب مصر كان عنده كثير من الحظ أعتقد منتخب مصر كان عنده حوالي 30 محاولة منهم 9 على المرمى في مقابل 11 منهم 5 أعتقد فنية كنا مسيطرين يا أسامة بشكل كبير والحظ لا يأتي إلا للمجتهد والمتمسك بحظوصه بالتأكيد يا فرس لكن أنا عايز أكمل لأن بطولة العربية هي بطولة مهمة جدا وحتى يزيه اللحظة السمة السائدة هي الروح الرياضية بين جميع المنتخبات العربية هو ده الهدف الأسمى من الرياضة هو ده الهدف الأسمى من البطولة هو ده اللي هيخلينا نتكاتف ونقول أنه لازم بالفعل نكون في حرص على استمرار البطولة دي ومتابعة البطولة دي على الأقل كل سنتين بالشكل اللي بيتقدم به ده شفنا نقل متحضر جدا كادرات مهمة جدا بس وتصوير وإخراج وتحكيم وتقنية فار النهاردة كان فيه ركل الجزاء لمنتخب مصر ولكن تقنية الفار بتمنحنا العدلة ولذلك احنا دائما وأبدا وتحديدا هنا في قناة النادي القالي بنحب أن يكون الفوز عادل تماما كان بالتأكيد محتاجين لركل الجزاء دي لكن كان فيه لمسة يد وهو ده شغل تقنية الفار اللي القرار بيتاخد في أقل من 40 ثانية إنبارح مباراة قطر والإمارات الهدف الخامس كرة فيها شك في تسلل في الهدف الخامس راجعنا وكلمنا فريل إعداد تقنية الفار خالي تقدي إيه فإنها تحسب السنتيمترات البسيطة اللي خانت بتثبت إن لاعب أو مهاجم منتخب قطر انصيد بالزبط 40 ثانية 40 ثانية عندنا اللقطات دي بتاخد 4 دقايق على الأقل وشوفنا الكلام ده الموسم الماضي فنتمنى الصورة دي تتغير بشكل كبير جدا لكن ممكن نستعرض مع حضراتكم كمان إحصائيات بقى منتخب مصر ومنتخب الأردن عشان نشوف مدى تفوق منتخب مصر الحقيقة يا فارس الاستحواس كان 59% مقابل 41% اتكلمت أنت عن التزديدات 30 تزديدة مقابل 5 تزديدة 9 منهم انتارجت مقابل 11 تزديدة على المرمى لمنتخب الأردن منهم 5 انتارجت لكن أنا عايز أتكلم في موضوع التزديدات لأن الأمانة منتخب الأردن في الشوط الأول من وجهة نظري عمل رقم قياسي في التزديد انتارجت منتخب الأردن كان عنده 6 تزديدات على المرمى منهم 5 انتارجت أو نقول 4 انتارجت واحدة بار اللي هي جات في العرضة ثم جات في القائم نسبة إجمالي منتخب تونس من التزديدات الصحيحة على مدار البطولة هو صوب فقط لغير 30 تزديدة على المرمى كان منهم 20 تزديدة انتارجت على المقابل وده لازم نعالجه الشكل الهجومي لمنتخب مصر منتخب مصر الأكثر تزديدا على المرمى بين كل المنتخبات العربية 78 تزديدة لكن الانتارجت فقط لغير 31 نسبة قليلة من وجهة نظري وإن كان ال 31 تزديدة هو برضو المنتخب الأكثر تزديدا انتارجت لكن مباراة النهاردة برضو ورسالة لطبعا مدرب منتخب الأردن اللي كلنا بنحترم المنتخب الشقيق اللي بيتكلم عن أن فوز المنتخب المصري كان على سبيل الحظ منتخب مصر النهاردة الأهداف المتوقعة اللي كان المفترض يسجلها المنتخب المصري أربع أهداف ونص سجلنا فقط لغير ثلاث أهداف طيب المنتخب الأردني اللي كان غير محظوظ إيه هي نسبة الأهداف المتوقعة واحد واثنين من مية في المية يعني منتخب الأردن اللي هدف المتوقع اللي كان المفترض يسجله تسجل منتخب مصر كان المفترض يسجل أربع أهداف ونص سجل ثلاث أهداف فقط لغير فاللغة الأرقام لا تجذب أي منتخب من وجهة نظرك كان الأكثر حظا في هذه المباراة المباراة اللي لازم تحسبها على أربع أشواط وليس شهوط واحد فقط لغير كمان تدخلات كيروش يمكن عايز أقف عند كيروش هو مدرب قد يكون ليه فلسفته اللي تختلف أو تتفق معاها في اللايناب اللي بيبدأ مع المباراة يعني لعب تبقى واقف عنده مش ده الأفضل أنه يبدأ توظيف محمد شريف لما كان بيبدأ بيه كجناح ولكن في النهاية هو مدرب تلاحظ دايما أن تدخلاته على مستوى التغييرات يتدخلات مؤسرة جدا شفت كتير جدا من التويتات حتى النهاردة الإعلاميين عرب بيتكلموا عن قد إيه كيروش مدرب كل ما بيغير كل ما بيفرق شكل الملتخب المصري في الملعب ودي من سمات المدربين الكبار ودي على فكرة الملحوظة اللي تحسب ليه بشكل كبير كمان عايز أقول أن النهاردة أفشا وشريف ورفعت كان ليهم تأثير كبير جدا في شخصية الفريق واستحوازه داخل الملعب ده غير لعب زي فتوح طبعا كان مجوده جيد وكمان السلية عايز أقف عند السلية بياخد رجل المباراة لتاني مباراة من أربع مباريات رقم مهم جدا ودي السلية وهو بيستلم الجايزة وأنا دايما بقول في الفترة دي أن السلية بيعيش أفضل حالاته الفنية وأفضل لحظات مشواره الكروي لأن السلية فعلا نضج على مستوى القرارات نضج على مستوى الشخصية بقى لعب فارق جدا ما فيه شبهه كتير داخل القرى لعب يقدر يتحكم في إقاع المباراة وتدوير مصاري الهجمة ودي من شخصيات اللعب المهم جدا تقدر تشوفه بتمريراته الحسمة الصورة دي لسه هنقف عندها دي لقطة تانية احنا بنتكلم حاليا لسه في المباراة تقدر تشوف حاجات كتير جدا للسلية منها الشخصية ومنها التأثير كمان حابب أقف عند حاجة مختلفة البعض بيتكلم أن منتخب مصر بالصف الأول إلا بعض اللاعبين المحترفين تعالى لما نشوف أنت بيغيب عنك صلاح بيغيب عنك مرموش بيغيب عنك مصطفى محمد بيغيب عنك إنني لعيبة مؤثرين حوالي خمس لعبين محترفين بيغيبوا عن المنتخب كمان برمجز منه رمضان صبحي وابراهيم عادل وعبدالله السعيد حوالي تمانية النهاردة ما عندكش حجازي وما عندكش أيمن أشرف وكان نتيجة الغيابات وأكرم توفيق بتتكلم في حوالي 11 لعب أعتقد منتخب كامل غايب فلا مصر عندها صف تاني وصف أول ولكن كل الشكر لكل اللاعبين اللي بيقدوا بشكل جاي بالتأكيد يا فارس واستكمالا للحديث عن كيروش كيروش للأمانة مصر على طريق 4-3-3 والبعض كان بيقول ليه إحنا يعني مصرين على هذه الطريقة وطريقة اللعب المصري متعودة على 4-2-3-1 أنا بشوف من وجهة نظري من حق كل مدير فني يجرب الطريقة اللي هو مقتنع بيها وكمان يختار اللاعبين اللي هو شايف أنهم قادرين على تنفيذ أفكاره وبالتالي لازم تمنحه الفرصة وبما أن فيه نتائج بتتحقق على أرض الواقع فالطبيعي جدا أن أنت تستمر خلف هذا المدير الفني إلى أن تكتمل تجربته وهو بنفسه يقدر يشوف أن طريقة 4-3-3 هل هي المناسبة من وجهة نظره ولا لا ولا طريقة 4-2-3-1 كالأماشة اللي موجودة أو نوعية اللاعبين الموجودين معاه يقدروا ينفذوا أي طريقة ده قرار للمدير الفني المهم أن المدير الفني يجد اللاعبين أو يوظف اللاعبين اللي بيخدموا أفكاره وبيخدموا طريقته وهي في النهاية بطولة تجربة بالتأكيد محتاجين أننا نحقق كأس البطولة ولكن في النهاية الاستفادة الأكبر هي التجربة وتجربة كيروش لكل خطته وأفكاره وتحديدا بعض المراكز وتحديدا مركز رأس الحربة اللي عليه جدال كبير جدا فكرة مروان حمدي ووجوده النهاردة مروان حمدي بيسجل هدف ولكن لسه مروان حمدي مقدمش المستوى اللي يخلي جماهير كرة القدم المصري اقتصق في أن مروان حمدي هو مهاجم منتخب مصر الأساسي ولكن خلاص كيروش عنده قناعات أنه هو يجرب هيطلع بإيه من التجربة دي أعتقد يعني أعتقد من وجهة نظري هيكون فيه مهاجمين هم اللي هيقودوا منتخب مصر ولكن في النهاية تجربة قوية جدا التجربة الأهم بالنسبة لي أنت واجهت منتخب الجزائر وعارف أن احنا واجهنا منتخب الجزائر في غياب لعيبة محترفين ولكن طبيعة اللاعبين اللي لعبوا مع منتخب مصر اللي عدد مراياتهم الدولية وبالتالي خبراتهم الدولية أوليلة بالتأكيد لما تكسر الحاجز النفسي في مواجهة منتخب الجزائر وتدخل المباراة وتطلع من المباراة ما حققه هدفها من المباراة وهو أنك تصدرت المجموع حتى لو كان باللعب النظيف أنت في النهاية كان فيه تارجت محتاج تحققه وحققته خلصت الجزائر واجهت منتخب الأردن عندك مواجهة مع منتخب تونس ودلوقتي بتلاعب الجزائر والمغرب وقطر موجودة في قبل النهائي وارد جدا تكون المغرب أحد الفرق المرشحة للتواجد في النهاية أو التواجد في الثالث والرابع لو تخطف منتخب الجزائر طب إيه اللي استفادة من هنا؟ اللي استفادة من هنا أن أنت عندك خمس منتخبات صف أول المفترض أن قرع التصفيات كأس العالم هتوقعك مع منتخب منهم نسبة المنتخبات العربية 60% إذن احتمالية وقوعك مع منتخب عربي هي 60% المغرب الجزائر تونس لما أنا قابلت الجزائر وطلقت بكسر الحاجز النفسي وتحقيق حاجة معنوية وهي تصدر المجموعة وإذا ربنا أراد إن شاء الله نفوذ على تونس يوم الأربع بالتأكيد أنت منحت بعد نفسي ومعنوي للمنتخب المصري الحالي حوالي 60% أو 70% من قوام المنتخب بعد إضافة المحترفين هيكون المنتخب الموجود في البطولة العربية وبالتالي أنت قسرت حاجز نفسي مهم جدا مع منتخبات التصنيف الأول وتحديدا المنتخبات العربية هتقول لي ما فيه 40% ممكن منتخب السنغال أو نيجيريا هقول لك إحنا بطبيعتنا بنعرف نتعامل بشكل كبير جدا مع المنتخبات الأفريقية وبالتالي مواجهة تونس من مواجهة نظري هي مواجهة بنسبة كبيرة جدا مفيدة جدا للمنتخب المصري آيا كانت نتائج وفي حالة لعب كأس الأمم أتمنى أيضا نواجه فريق أو منتخب المغرب لأن ده هيفدنا بالشكل كبير جدا في المرحلة إنها أية في تصفيات كأس العملان دا هي عقلية الجمهور المصري دايما بتفكر في تحقيق اللقب وإن كان أنت على مستوى الاستفادة لا أنا متفق فعلا أن أنت على مستوى الاستفادة القصة آه طبعا تحقيق اللقب عربيا مهم جدا خصوصا أن البطولة خدت الطبع التنافسي عند الجمهور العربي ولكن مهم جدا أن أنت بتجرب لاعبين اللاعب زي أحمد رفعت لازم تقف عنده لاعب بيقدر يكتسب شخصية بينزل بيكون مؤثر بيكون حاسم أعتقد أن هو لاعب ممكن تشوفه على الأقل على دكة البدلاء في المباراتين بتوع التصفيات بتلعب مدارس مختلفة الأردن مختلفة تماما عن السودان مختلفة تماما وكمان فيه تدرج ده لمسناه بشكل كبير جدا في المباريات فكل ده كان كيروش محتاجه كيروش مدرب جاء أنا بشوف لحد فترة ما كنت مشفق على كيروش الراجل جاء عنده التصفيات اللي كان بيلعبها وصل للمرحلة أن هي تصفيات كاس عالم خب يدخل تصفيات كاس عالم لم يكن يتاح لي أن يلعب كل ده يجرب القاعدة الكبيرة دي ويبدأ يختار بشكل كبير ده إحنا مستفدين منه ده المنتخب حينعكس عليه بإيجابيات وزي ما بقول إذا كان بعض المنتخبات ناقصها لعبين مؤثرين فأيضا منتخب مصر أنا ما زلت بقى أكرر لا رأسه لعبين مؤثرين جدا يكفي أن صلاح إحنا بنحط يا جماعة صلاح راجل طالع عالم بما أنه هو السابع بتاع التصنيف فما نقدرش ننكر أن حتى لو هو لاعب فقط فهو لاعب مؤثر بشكل كبير جدا بالتأكيد ومهم جدا يكون روح الحماس اللي تواجدت في أمام منتخب الجزائر مع عودة المحترفين يتتواجد ويكون منتخب مصر مش منتخب أي لعب طبعا أنا أصنع صلاح أنا أصنع مصطفى محمد عمر مرموش ولعبين كثير ممكن ينضموا تريزيجي رجع ولعب في فريق الريديف ولكن إمكانية لحاقه بأم أفريقيا من عدمه لسه يعني محل شك ولكن في النهاية أنت قادر أن أنت تقدم نسخة مميزة من منتخب مصر برغم كل التحافظات اللي ممكن نشوفها خلال البطل العربية ولكن احنا بنقول دي مرحلة تجربة لكن بما أننا بنتكلم عن منتخب مصر حابين نقف مرة تانية عند كابتن منتخب مصر وهو الكابتن عمر السلية عمر السلية في مبارات منتخب الجزائر بيسجل أول أهدافه الدولية وده شيء بالنسبة له بالتأكيد هيكون له يعني الهدف الأول دايما له معزة خاصة له غلاوة خاصة له قيمة خاصة فبالتالي لما يكون كمان هدف بيمنحك صعوب بيمنحك تصدر وفي منتخب كبير زي منتخب الجزائر وكمان تكون أنت المتسبب في رقلة الجزائر اللي رقلة الجزائر كده خلاص بقيت علامة مسجلة لعمر السلية كان عندنا كابتن حسام غالي شهير جدا بتدخلاته اللي فيها فدائية وروح قتالية عالية جدا وعندنا لقطات كتيرة جدا منها لقطة مباراة الترجي لما نزل على الأرض بدماغه ولقطات كتيرة كان بيدخل في تزديدات بينزل بدماغه فكان فيه روح فدائية كبيرة جدا عمر السلية بيقدم هذا النموذج من الروح الفدائية في الكرات المشترقة اللي هو عارف خواس جدا أنا هكسب الكرة دي لكن وهكسب معها خطأ ولكن ممكن أتعرض لإصابة لو استعرضنا صورة رقلة الجزائر في منتخب الجزائر هتلاوها صورة طبق الأصل من رقلة الجزائر اللي حصلت في مباراة الزمالك دي مباراة الزمالك عمر السلية مع المسلوسي الكرة قريبة من المسلوسي المسلوسي خلاص يعني عنده ثقة كبيرة جدا إنها يسدد يدخل عمر السلية بسرعة كبيرة جدا يزوء القرة قبل المسلوسي فطبعا زي ما حرقكم شايفين المسلوسي يضرب عمر السلية بقوة فطبعا رقل الجزاء انذار لا ما خادش انذار لا ما خادش يا جماعة نروح بقى للبطولة العربية ونشوف رقلة الجزائر لما بتكون في البطولة العربية ونشوف عمر السلية في كرة واضحة جدا مدافع منتخب الجزائر عنده كامل الثقة إنه هو هيسدد الكرة لكن لما يكون عمر السلية موجود اوعى تكون واصل انك توصل للكرة الأول عمر السلية على طريقة وليد أزاره في مرش الوداد بيدخل يسبق وياخد الكرة فطبعا تزديدة تيجي في قدم عمر السلية ممكن تعرضه لإصابة ولكن هي دي طبيعة الرجال طبيعة اللاعبين الكباتن اللي هو ليدر في الملعب القائد في الملعب منتخب مصر الآن يمتلك في البطولة العربية قائد بمعنى الكلمة هو عمر السلية واللقطات اللي احنا شفناها دي خلاص بقت علامة مسجلة لعمر السلية اعتقد دي بتبقى عقلية لعب يمكن حمدي فتحي هو انا بشوفه ايضا في الملعب في لقطات كتير هو اكرم توفيق ما بيقدروش يجاروا فكرة اقاع المباراة ان انا احيانا محتاج يعني تكون داون زا جيم كده ان انا ابقى اهدأ شوية عشان احافظ على نفسي لا هو ده نصقهم هو ده رتمام هو ده اقاعهم طول المباراة وانت ذكرت ايضا حاجة مهمة جدا كابتن حسام غالي انا بفتكر كابتن حسام غالي فتوتنا مرة مارتين يول كان لقاء شهير بيتكلم ان هو لعب وفقت تقريبا اربع دروس وكانت حاجة طبية وقتها غريبة جدا وكانت مصال للصحف الانجليزية ان كان ده شيء صعب جدا فدي عقلية لعب وشخصية لعب اعتقد عندنا اطلالتين سريعتين على البطولة العربية بالتأكيد عندنا طبعا نجم التعليق العربي الكابتن عصام الشوالي الكابتن عصام الشوالي الف سلامة ورسالة من القلب من قناة النادي الاهلي للكابتن عصام الشوالي والد الكابتن عصام الشوالي بيمر ببعقة صحية وطبعا نداء وتل بيت الابن للقب فتم الاعتذار عن تكملة البطولة وسافر لتونس عشان يكون بجوار والده الف سلامة على والد الكابتن عصام الشوالي بيشكر طبعا فيها قنوات بين انها سمحت له بالسفر وشايف ان دور الابن اهم بكتير من اي شيء وبالتالي نتمنى الشفاء العاجل لوالد كابتن عصام الشوالي اللي هو محبة في قلوب كل جماهير كرة العربية وتحديدا جماهير كرة القدم المصرية وتحديدا جماهير النادي الاهلي الف سلامة وان شاء الله والدك يقوم با الف سلامة عارف عسامة الشوالي بقى شارب او الكرة المصرية وفي حاجات تفاصيل صغيرة مش عند اي معلق يعني لما كان بيتكلم على كيروش وعايزي زكيه قال ما دخلش مصر مدرب بالشخصية دي من بعد منوي الجزيه لما كان بيتكلم على الدقائق الاخيرة استشهد بالنادي الاهلي وقال هذه هي دقائق النادي الاهلي كل ده في مباراة الجزائر وعشان كده هو ده المعلق اللي فعلا بيكون منغمس في التفاصيل الخاصة بالدولة اللي بيعلق لها مباراة الشوالي متفرد ونتمنى لوالده السلامة نروح للقطة انبارح كانت مهمة جدا في فوز منتخب قطر على منتخب الامارات مباراة اشقاء ولكن الخماسية هي الخماسية اينما حلت لو سألتني على الخماسية والسوداسية في الدربيات تحديدا هي لقطات انا اعرف تأثيرها وطعمها جيدا اكيد الفرحة دي كنا احنا عايشينها قريب مبروك لمنتخب قطر وهرد لك لمنتخب الامارات الشقيق واعتقد مشاعر نادرا ما بتحس بيها كمشجع في دربي ولكن احنا كنا حسينها قريب جدا نروح لفاصل ونشوفكم وبعد الفاصل اوعى تروحوا في اي حد اهلا بحضراتكم الجديد مشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان ومشاهدي برنامج الاهلي خط احمر وكالعادة منتظرين توقعات حضراتكم لنتيجة مباراة منتخب مصر ومنتخب تونس ان شاء الله يوم الاربع القادم على هاشتاج الاهلي خط احمر ان شاء الله نستعرض توقعات حضراتكم خلال فقرات البرنامج فمنتظرين توقعات حضراتكم على هاشتاج الاهلي خط احمر كما شايفين بالتأكيد مكملين في منتخب مصر ومكملين مع كيروش وعندنا قناعة تامة ان من اي من حق اي ناقد او لعب كرة السابق مهما كانت خبراته ان هو ممكن يقول ناقده في المدير الفني او في بعض اللاعبين من وجهة نظره وفي النهاية يعني الحكم للمشاهد او للمتلقي سواء كانت وجهة النظر دي وجهة نظر سليمة مبنية على أسس مبنية على فهم مبنية على دراسة او وجهة نظر خارجة عن الاطار ده وبتتعامل بشكل فيه شخصنا وعجبني جدا كابتن عمر السلية لما تسأل ابن ورات منتخب مصر والاردن رأيك ايه في الانتقادات اللي بتوجه لبعض اللاعبين عمر السلية بصفته كابتن المنتخب مصر قال احنا مش بيشغلنا ما يدور على الساحة سواء اعلاميا او على وسائل التواصل الاجتماعي وبنحترم كل الاراء سواء كانت الاراء دي بناءة وجاية من ناس متخصين او اراء معتمدة على فكرة الشخصنا وكره بعض اللاعبين في النهاية احنا كمنتخب مصر هدفنا الاول ان نشوف تعليمات المدير الفني والمدير الفني هو الناقد وهو المتحكم في اداء اللاعبين والحاكم على اداء اللاعبين من وجهة نظر كابتن منتخب مصر عمر السلية لكن شخص اخر فارس بيكون دايما لو وجهة نظر بعيدك كل البعد عن الموضوعية وحتى عن استخدام الالفاظ التي طليق بمجال الرياضة هي دي هي دي المشكلة كلها الالفاظ التي طليق بمجال الرياضة بصو احنا عاديين هنا سهل جدا انت بتخلص الحلقة طبيعي اي برنامج بيكون فيه تغطيات على صفحات وعلى مواقع سهل جدا انا او اسامة في اي حلقة نقول لفظ فيه تجاوز او فيه اساقة بعيدا عن فكرة البرنامج او الرد اللي احنا بنرد فيه حتلاقي الناس منزله ممكن تبقى ترند بس في النهاية انت مقدمتش حاجة علامية يمكن كابتر رضا عبد العال تحديدا انا مشكلتي معاه انه هو بالشكل ده لا يقدم محتوى على فكرة انت ممكن تكون لك رأي فني سلبي جدا في اي حد تهم قصدي طبعي الامور يا جماعة بتخلص فكرة السخرية فكرة التقليل من الاشخاص احنا بنتفرج على استوديوهات في العالم كله دور انجليزي كالتيو ليجا بنتفرج على دوريات عربية دوريات كمان في المنطقة يمكن بعضها مصنف أقل مننا ولكن ما بنشوفش اي نوع من انواع التحليل اللي بيكون بيسيب اي شئ فني ويروح للشخص يصفه اوصاف غريبة جدا بالتأكيد احنا فرس انا اتكلمناك بشكل كبير جدا عن كابتن رضا عبدالعال ويمكن كنا سابقين الكل وطبعا احنا شايفين الانتقادات حاليا وبدأ الاعلام ينتبه لهذه الظاهرة لكن هذا البرنامج بيشهد ان احنا تناولنا الظاهرة دي من بدري جدا مع كامل الاحترام والتقدير لكل النقاد الرياضيين وكل الاعلاميين وحتى الكابتن رضا عبدالعال واي شخص بنتناوله احنا لا نتناول شخصه اطلاقا ولكن نتناول افكاره ولكن الكابتن رضا عبدالعال ما بيمنحناش افكار هو بيمنحنا مصطلحات لا طليق بمجال قرة القدم ولا طليق بفكرة ناقد الرياضي او لعب حتى سابق لعب لنادي الزمالك ونادي الاهلي وهم اكبر ناديين في الشرق الاوسط فتعالوا عشان نسبت لكم ان الموضوع مش نقض لابناء النادي الاهلي او مدير فني او لعب في النادي الاهلي نشوف رأي الكابتن رضا عبدالعال الفني في منتخب مصر والمدير الفني لمنتخب مصر ونرجع نعقل وبعدين ده بديق لي بالراجل اللي هو بي لابرس حربة دوت هو لا حولة ولا قوة وبنقول الكلام دوت والناس بتزعب من هنا وهو طالع يقطع فينا يقول لك مصرح مصر ومصرح يا عم خليك النهار ده انت بتهرب من التمتاج يا عم قناعة انا كابتن بامكانات يا عم قناعة يقول لتنين يمشوا لتنين يمشوا مع السلامة انت شوفت فرقة الجزائر والله العزو من الشوت الثاني مجووز لا يا من وجهة نظرة هي مش بنفس القول انا كنت متخيل فقط الحماسة اللهم يعني احنا شايفنا دائما انت عربي احنا لما كنا بنحط الكرة على الارض ورجل لرجل احنا ركبناهم واخد بالك يعني واقف برا ومشايف حنبولة ده يعني حنبولة مشايف الكلام ده طيب الحقيقة انا بعتذر طبعا للمدير الفني لمنتخب مصر وبعتذر ايضا للاعب منتخب مصر ومهاجم منتخب مصر مروان حمدي اللي ممكن نتكلم رياضيا واحصائيات وارقام وطبيعة دوره في تقديم دوره مع منتخب مصر او ان هو يليك ان هو يلعب لمنتخب مصر او ان هو التجربة اللي بتتلعب دي اثمرت عن انه مفيد لمنتخب مصر من عدمه كل ده شيء في مجال كرة القدم لكن فكرة ده يمشي وده مع السلامة والمصطلح اللي يتقال على مدير فني لمنتخب مصر ده مصطلح اتكرر على مدار الاسبوع الماضي يعني كابتن رضا عبدالعال على مدار الاسبوع الماضي بيقول هذا المصطلح اللي انا طبعا مش هقوله حضراتكم سمعتوه والغريب ان هو مع اي مقدم برامج بس تشعر قوة غير طبيعية للكابتن رضا عبدالعال الكابتن رضا عبدالعال انا ببصم بالعشرة اصبح مع بعض مقدم البرامج هو اقوى ضيف في مصر هو اللي بيقود البرنامج هو اللي بيقول اللي هو عايزه ومحدش يقدر يمتعد الا همهمات يا كابتن هوب 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 معلش يا كابتن طب يا كابتن يا عسيدي خلاص ويتعصب ويتنرفز على مقدم البرامج وليه انا مش عارف ليه انا مش فاهم هل الموضوع ان انا عشان اكون ترند اقدم ده وقدم اثاءة لكل مدير فني سواء مدير فني لنادي الاهلي او لنادي الزمالك او لمنتخب مصر هل هو ده الاعلام الرياضي اللي احنا عايزينه هو ده السؤال هو ده السؤال عايز تكون ترند افتح بعض القبليكشنات وشوف الناس بيبقوا ترندي فيها ازاي انت عايز تقدم نفسك بايه انا بشوف كيروش مدرب درف في تجارب كبيرة جدا درف في قرات مختلفة درف في اندية عملاقة تعالى اكاد اجزم ان كيروش لم يكن يتصور ابدا على مر ما صرت ان يتالع ليه حنبولة يعني طبعا كامل الاحترام ليه ولكن لم يكن يتصور ابدا انه هيأتي به القدر عشان يدرف في يوم ويلاقي راجل طالع في استوديو تحليلي بيقول عليه الانصار طبعا شيء صعب شيء خارج نطق كرة القدم ولكن لان احنا هنا انا استوقفني ان فجأة زي معسامة قالوكم بالظبط الناس كلها بتهب الفكرة ازاي وده ما كانش بيحصل على فكرة ظاهرة ايجابية ان انت ترفض ده علمان لانه بيسيء لا اي حد بيعمل في مجال الاعلام الرياضي ولكن كان فين الكلام ده لما كنا بنسمع الاتي وكنا بنتكلم لوحدنا هنا نطلع ونشوف الفيديو عشان نسأل فعلا كان فين الكلام ده رسال كتير جدا جدا لكابتر رضا اطلاق كله مسلماني والناس بتتكلم برضو على ان زي كابتر رضا بيتكلم على مسلماني يعني بتكلم على واحد من الصحابة ده بكرش وقدي كده واكسم بالله كانتاي ومش شايف لا لا كابتر خلاص انت ملك النهار ده هقولك على حاجة بس عشان ناس بس هتزعل مني يعني بدر بنون اللي جاي بينه ده النادي الاهل واحمد بيكهم احمد رمضان بيكهم لسه بيكهم مخلص مطلبين 15 احمد رمضان بيكهم قدمية زي بدر بنون واي حد في العدة دي بس خلي بالك بدر بنون ده لعب خبرة ولعب دوري احنا شفناه انا بيعرف يتحرك ولا بيعرف يقف هو طويل وسطيل على الفاضي انا بكلمك على انت ليه يكون عندك لعبة هنا ولعبة كويسة وفهمك وعرفك وعرف في طبيعة النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي واروح اجيب واحد قليل عشان ان انا جاي بلعيب محترف ما انا بقولك هي دي مش انت بتجيب للشو ولا للي انت محتاجه بطريقة الراجل اللي اسمه ماسوماني اللي هو بيلعب من ورا ويبدأ الهجمة من الشناوي دلوقتي مع واحد زي بكهم هيركب النادي الاهلي على اي فرقة في مصر وبرى مصر ده هو جايب بدر بنون عشان دي يا عمد بيعرفش يال عمد عشان بيستلم من تحت وبيترى يا عمد ده عمد زحمة كل واحد فينا اللي بيتقال ده واعتقد الاخلاق مش نسبية لما كيروش يتم الاساءة ده مش نسبي هو المبدأ طول الوقت غلط الاساءة والتنمر على مسماني واحنا بنعتذر ولكن مهم جدا ان يبان ان الموضوع اكبر من مجرد اساءة لمدرب المنتخب دلوقتي اساءة البنون وتنمر على شكله او طوله او تشبيه بأحد ادوار الممثلين كل ده غير مقبول يمكن انا بشوف في كومنت بيبقى مكتوب كتير جدا على الكلام اللي زي ده بيتقال كلام مصاطب انا برفض ده المصاطب ده كان فيها اهلين الطيبين زمان اتعلمنا منهم الاصول واتعلمنا منهم الصح وان ما كانش عمرهم بيخرج منهم العيبة الكلام ده اقلب كتير كمان من كلام المصاطب ده كلام كل مسؤول لازم يواجه ويتدخل ليقافه لان الموضوع بأبايخ اوي ممل اوي ومهين اوي ده بغض النظر اصلا عن الرأي الفني اللي احنا استعرضناه بن بدر بنون واحمد رمضان بكهم يعني حتى الرأي الفني ما كانش رأي فني سليم او سديد ولكن في النهاية احنا هنا رسالة حابين نوضحها ان الامر مش متعلق ببيت سمسيماني فقط لغير ولا لعيبي النادي الاهلي وده بنكرره للمرة التانية لما تعرض لكيروش قلنا الكلام ده مرفوض وطبعا لو تعرض لأي نادي اخر او لعيبي اندية اخرى هناك منصات اعلامية لهذه الاندية هي منوب بيع الدفاع عن لعبيها ولكن احنا برضو ما نقبلش الاهانة لهؤلاء اللعبين لان في النهاية هذه الرياضة وسيمات الرياضي يكون بيسمو باخلاقياته ولكن الامر محتاج وقفة واعتقد زي ما حراركم شايفين الاعلامي او اللي هو بيكون في صحبة كابتن رضا عبدالعال بتشوفه همهمات يا كابتن يا كابتن يا كابتن وما فيش اي حاجة بتحصل مع الكابتن وكابتن رضا عبدالعال فاتح على الرابع دي كانت رسالة حابين نوصلها يعني كلمنا فيها كتير جدا وكنا سابقين الكل في اننا نتكلم فيها نروح بقى لشيء اهم وهو اخبار النادي الاهلي اخبار النادي الاهلي وبالتأكيد حضراتكم عاوزين تتطمنوا على المباراة الوديها النهاردة والكلام اللي صدر عن فكرة انه ممكن يكون بيرسي تاو مصاب او تم اصابته كلام المباراة بن طم انجا مهير النادي الاهلي بيرسي تاو الحمد لله سليم وزي الفل الفكرة كلها ان اللي تم اصابته وهو محمود متولي اشعر باجهاد في العضلة الامامية فخرج وهيعمل اشعر لكن كانت مباراة النهاردة اعتقد بيتسو مسمانيا فارس كان بيدخل اطار المباراة دي برغم ناوة الدية ولكن وخدها في اطار كأنها مباراة رسمية استعداد للمباراة كأس السوبر الافريقي هي مع فريق كمان زي طلاق الجيش فريق قوي تقدر تصنفه انه فريق جيد انك تعمل معه مباراة والدية وده تطرج النتيجة واحد واحد طبعا رامي ربيعة اللي عدل النتيجة بعد ما تقدم نادي الجيش في الديا 33 من الشوط الأول وفي الديا 51 عدل رامي ربيعة النتيجة كلينا نقول التشكيل الأول اللعب المباراة كان علي لطف حارس المرمى محمد هاني رامي ربيعة ياسر إبراهيم كريم فؤاد حسين الشحات أليو ديانج طاهر اللي خرج برضه بكادمة ولكن يعني ان شاء الله مش هيغيب على أثاره كتير فقط كادمة لغير في الأنكل وهيتم يعني أشعر النهاردة عليه وعلى كمان محمود متولي ميكي وأحمد نبيل كوكا وبرسي تاو ده تشكيل النادي الآلي وفي الشوط التاني قدر النادي الآلي أو بيتسو ميسماني دفع ببعض اللاعبين طبعا كان منهم كهربا وكان موليد سليمان ومحمود متولي وحسام حسن ومصطفى شبير وزياد طارق ومحمد محمود ومحمد خليفة أعتقد هو بجرب أغلب اللاعبين المتحين عنده ميسماني بيتدرج زي ما قلنا بالفريق عندنا مباراة السوبر التجهيزات ليها شخصية النادي الآلي حاضرة وبيتسو ميسماني عنده خارطته الفنية وأهدافه الفنية طب من ناقع على إصابة بيرستاو أكيد اللاعب حيكون متواجد ولاعب بقى مهم جدا عند جمهور النادي الآلي ومؤثر وحاسم وإن شاء الله بإذن الله يكون ليه تأثير كمان في السوبر أنا متوقع هيكون ليه تأثير كبير بالتأكد آخر حاجة بس حابين نقولها في مباراة المباراة الودياة بين الآلي وطلع الجيش أن النادي الآلي كان ليه شك في ركل الجزاء في الديئة 45 ولعبة النادي الآلي احتجت على الحكم أحمد الغندور لكن كالعادة لم تحتسب ركلة الجزاء وانتهت المقراء بالتعادل واحد واحد روح لقضية تانية وقضية مهمة جدا قضية بتشغل المفترض اتحاد قرة القدم المصري والاتحاد الأفريقي كاف وهي قضية تعارض موعيد مباريات البطولة أو بطولة كأس العالم للأندية وبطولة الأمم الأفريقية طبعا النادي الآلي النهاردة أصدر بيان واضح جدا بيوجهه لاتحاد قرة القدم المصري بوضوح جدا بيركز على نقطة مهمة جدا ان التعارض ده مش لصالح فريق النادي الآلي ولا لصالح منتخب مصر ودور اتحاد قرة القدم دور كبير جدا في انها تحل أزمة التعارض ده لان مش طبيعي ان منتخب مصر يفقد لعبين أساسيين وهم لعبوا النادي الآلي او النادي الآلي يفقد لعبين أساسيين وهو رايح ويلعب بطولة كأس العالم للأندية وهو ممثلا لمصر ومش بس ممثلا لمصر ممثلا لكارة أفريقيا والنادي الآلي ركز في الخطاب على نقطة مهمة جدا ان النادي الآلي دائما وابدا حريص على مدار تاريخه على امداد المنتخبات الوطنية باللعبين واتكلمنا كتير جدا في البطولات اللي تم تحقيقها على لصالح كرة القدم المصرية وطبعا منتخب مصر حقا كان دايما القاسم المشترك والعدد الأكبر من اللعبين الممثلين لمنتخب مصر بيكونوا من النادي الآلي حتى لا يحاول البعض فكرة اللعبة على الوطنية النادي الآلي منذ التأسيس وهو النادي الوطني وبالتالي الأزمة هي أزمة تخص اتحاد كرة القدم المصري النادي الآلي عنده حرص ان منتخب مصر يلعب بمنتخب قوة لانه ممثل لمنتخب مصر وايضا النادي الآلي عنده حرص انه لما يشارك في بطوله عالمية ممثل لمصر يكون برضو بمنتخب قوة بل انه كمان ممثل لأفريقيا وعرض النادي الآلي مشكلته والحلول المفترض تكون عند الاتحاد المصري وعند اتحاد الأفريقيا فارس هو كتير جدا مننا كجمهور أو في الإعلام وللأمانة يعني بيستشعر ان النادي الآلي لوحده في المشكلة وانا ده الشعور اللي كان وصلني انا ما شفتش اي اعلان تضامن او تحركات رئيسية من الاتحاد المصري لكرة القدم وكأن بيتقال الازمة أزمة الاهلي انا بشوف ان لا بيان النادي الآلي النهاردة طوبة في الماء الراكب احنا كلنا محتاجين ننتبه ونفوق لا النادي الآلي مش في المشكلة الواحدة النادي الآلي عنده بطولة مهمة جدا بيمثل فيها قارة أفريقيا وكمان عنده أهداف التسويقية والمعلنة والمهمة جدا منها منتخب مصر عنده ايضا بطولة مهمة اذا انا مش في الازمة الواحدة ولازم يكون فيه تحركات صنائية بنشوف كمان الجماعة المغربية والجماعة التونسية وتدخلها مع اندياتها في مشاكل كتير جدا مرنا بيها وازاي كانت داعمة ومؤسرة دا ما بنشوفوش كمان بنشوف صمت رهيب جدا انا مع احترامي للجميع الوجود في الاتحادات الدولية والمناصب الدولية هو ليس تشريف هو ليس عمل من أبواب الوجاهة او من أشكال الوجاهة استاذ هانيا بوريدا بيتواجد في الاتحاد الدولي ممثلا في اعضاء المكتب التنفيذي عن الكاف وعن قارة افريقيا اذا انت موجود عشان الدور دا موجود عشان الازمات اللي زي دي مش مجرد منصب شرفي موجود عشان لما يبقى فيه ازمة زي دي اشوف دورك اشوف دايما بنيجي نقول دعم ممثل مصر في الكاف دعم ممثل افريقيا في الكاف فين الدور دا ما حدش شايفه حدش شايف غير ان النادي الاهلي لوحده في الازمة لو النادي الاهلي مش لوحده يبقى نشوف نشوف تحركات نشوف ضغوط نشوف على اقل تصرحات معلنة بنشوف الناس اهدا جنب امفانتينو رئيس الفيفا وما بنشوفش اي تصرحات ما بتقلش على جانب اجتماع كذا تم منقشة قضية كذا لا الموضوع مش وجاهة والموضوع ان انا مش في منصب دولي وخلاص الموضوع انا اقدر افيد النادي الاهلي ومنتقب مصر في ازمة زي دي ازاي اعتقد كل واحد لازم يعبق بمسئولياته ولازم يكون لي دور لان النادي الاهلي نادي وطني مؤثر في افريقيا وفي مصر كل واحد لازم يقوم بادواره كاملة ومش جمهور الاهلي مش هيسامح في اي تقصير بص يعني انا عجبني جدا الكلام وان كنت يعني مستغرب ان انت بتطلب من الاستاذ هاني ابو ريدا ان هو يقوم بدوره في مسندة ممثل مصر عندما يكون النادي الاهلي يعني انا اسف احنا شفنا الاستاذ هاني ابو ريدا بيتدخل بقوة وبيعيد فريق مصري خرج من البطولة بقرار من الكاف وما كناش بنشوف الكلام ده اطلاقا في الكاف الفريق اللي بيتم استبعاده من البطولة بقرار من الكاف لا رجع فيه شفنا الاستاذ هاني ابو ريدا هو بيرفع الايقاف عن رئيس نادي مصري وبيحضر مباراة نهائية بتدخل من الاستاذ هاني ابو ريدا شفناها فإذا هو أحياناً بيدعم وبيقوم بدوره تجاه ممثل مصر السؤال هنا يا أستاذ هاني هو ليه لما يكون ممثل مصر النادي الأهلي مش بنشوف أستاذ هاني غير في الصور مع رئيس الاتحاد الدولي في البطلات العالمية أو البطلات الإقليمية ليه مش بنشوف كده يعني مثال بسيط جداً في 2018 أزمة كبيرة جداً حصلت بين الأهلي والترجي كان دور أستاذ هاني أبريدة مش موجود لعب من عندنا بيتوقف دير فني بيتم أهانته من رئيس الاتحاد والأستاذ هاني أبريدة لا يتدخل والجانب الآخر هو اللي بيدير المعرقة وبينتصر في المعرقة دي لصالح فريقه وهو حسناً فعل الجانب الآخر برغم أنه هو بيجيبه مش بيجيب حق الفريق بتاعه لا ده بيجيب حق أزيد من الفريق بتاعه أنا هنا كنادي أهلي بطالب اتحاد القرى المصري وبطالب الأستاذ هاني أبريدة كعضو متواجد في الكاف متواجد في الفيفا وكمان يعني أعتقد الاتحاد المصري تحديداً كمان عارفين دور الأستاذ هاني أبريدة أين دورك من أزمة منتخب مصر والنادي الأهلي لأنها هنا مش أزمة النادي الأهلي أين دورك من أزمة ممثل أفريقيا أمام الفيفا هنا الفيفا بيحط تعارض للمواعيد وكأنه هذه القرى كلاسية ببعيدة تمامة يعني بطولة مبدئياً مفيش فيها حتى تكافؤ فرص من فكرة أن أنا أروح ألعب زي بأي فريق جاي من أي قرى يبدأ معي لا بيقول بطل أوروبا وبطل أمريكا اللاتينية بيلعب من النصف النهائي وأنا ببدأ من دور قبلها فارتضينا بعدم تكافؤ الفرص ده وقلنا نسبة تواجدنا وبالفعل النادي الأهلي أثبت تواجده في هذه البطولة الأكثر مشاركة وحقق تأمد اليتين برونزيتين وكلنا أمال أن النادي الأهلي يوصل إلى المباراة النهائية طيب بيجي النادي الأهلي بيلعب مباراة موصل لمصر وأفريقيا بيجي الاتحاد الدولي يقولك لا 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 أنا أحط كأس عاماً ده هنا على حسب معيد فريق تشيلسي أو فريق أمريكا اللاتينية بل مراس وإنسى موضوع أفريقا ده وأفريقا ده يحلوة يعقد النادي الأهلي اجتماعات يدخل النادي الأهلي اتحاد القرى ويضع أمام مسؤولياته النادي الأهلي في بيانه النهاردة بيقول أن الأزمة دي النادي الأهلي تحدث عنها مع التحاد القرى بخطابات رسمية منذ فترة ومجاش للنادي الأهلي رد تخيله مجاش للنادي الأهلي رد على الأزمة دي وكأن النادي الأهلي ايه ايه مشكلة ما احنا هنيجي في الآخر هنقول هو أنت يعني كنادي أهلي هتمنع بقى لعبيك ينضموا المنتخب مصر ونبدأ نضغط بسكة الوطنية لا اللعبة دي مش هننفع نلعبها النادي الأهلي أساسا في بيانه كاتب كويس جدا أنه هو نادي وطني نادي يعني لعبته على مدار تاريخ منتخب مصر كانوا هم السند وبيعتز بدوره الوطني ففكرة أنه يجي تلاعب معنا الجيم أن النادي الأهلي مش هيتكلم وأن النادي الأهلي لعبة منتخب مصر أو لعبة الأهلي هنضموا لمنتخب مصر فبالتالي يحل النادي الأهلي مشاكله مع نفسه لا النادي الأهلي النهاردة بيضع الجميع أمام مسئولياته وعشان نكون عادلين وفير جدا أنا محتاج أشوف منتخب مصر في أقوى حالاته في أمم أفريقيا لكن أيضا محتاج أشوف النادي الأهلي في أقوى حالاته في كأس العالم للأندية فكرة أن أنا يتم حرماني من سبع أو ست لعبين مرشحين يدخلوا بطولة أمم أفريقيا من منتخب مصر وكمان المغرب تونس مالي بدر بنون علي معلول أليو ديانج أنا بلعب كده الفريق البطل فريق النادي الأهلي البطل بنعتز بكل نجومنا وكل قائمة النادي الأهلي ولكن العشر لعبين الأساسيين اللي خدوا بطولة دوري أبطال أفريقيا اللي المفترض رايحين يلعبوا كبطل للقرة مش موجودين مش موجودين أروح ألعب إزاي مش موجودين فهنا الأزمة أزمة الاثنين أزمة منتخب مصر وأزمة النادي الأهلي والتحاق القرى عليه إنه هو يكون سباق قبل النادي الأهلي وقبل منتخب مصر طبعا في الدفاع عن حقوق منتخب مصر والدفاع عن حقوق النادي الأهلي ممثل مصر وممثل أفريقيا أتمنى تكون الرسالة وصلت مع كامل كامل ثقتي إن أنا أيضا في هذه الأزمة ربما لا أرى المهندس هاني أبريدة بيكون بأي دور يخص ممثل مصر لأنه ممثل مصر هو النادي الأهلي وحتى لو البعض حاول ما يعملش أدواره لا إحنا هنا حيبقى فيه كشف حساب وهنا حيبقى فيه وقفة وهنا مش حيبقى فيه تسامح في حق النادي الأهلي لأن أنا البعض بيتكلم إن النادي الأهلي بيتكلم ببيام كان فيه اجتماعات لا ماهنت كلنا وصلنا شعور إن الناس بتتفرج والناس فعلا بتدفعنا دفعا لمرحلة إن أنت تبقى المخطئ الوحيد أو المقصر الوحيد وكأنك أنت مش بتعبأ أو مهتم بمشاكل المنتخب الوطني وده مش حقيقي أنت مهتم بمنتخب مصر ومهتم بمشاكل المنتخب مصر بس كمان أنت نادي عندك أولوياتك أنا لسه ببص كده لقيمة منتيري وبشوف نادي زي الهلال بيفكر إزاي لأن ده كلها كلها عندها أولوية إزاي تظهر في المحفل العالمي ده بأفضل شكل ممكن أجي أنا كنادي أهلي يبقى قوتي الأساسية وأنا بحاول أقرب وحاول أظهر في أفضل شكل ممكن كمان أخسرها مين يقول كده ومين يقول ده عادل وعلى فكرة فيه حاجة وده ليس لعلاقة بمساومة أو مزايدة على منتخب مصر قيمة منتخب مصر هي فيها عدد مفتوح من اللاعبين تقدر تضمهم من أي حت إنما النادي الأهلي مرتبط بعدد معين من اللاعبين هو اللي مجبر عليهم وده لازم تتحطى في الاعتبار مين عنده رفاهية الحل ومين ما عندهوش فبالتالي كل الناس لازم تساعد اللي ما عندهوش رفاهية الحل عشان يظهر بشكل يليق ولن نسامح أي حد يقصر في حق النادي الأهلي ويقدر يساعده ومتى تدخلش وده شيء مهم جدا وعلى غرار ده أيضا النادي الأهلي بيستعد لمباراة السوبر تم إعلان الملعب وتم إعلان الموعد لو نستعرض معاكم الصورة بتاعت تحديد ملعب ووقت انطلاق بطولة السوبر الأفريقي الكاف الموعد هيكون يوم 22 في ملعب أحمد بن علي أعتقد مباراة مرتقبة والنادي الأهلي بيحاول يحافظ على اللقب لأن الأهلي يا جماعة هو حامل اللقب وصاحب أكبر عدد من لحظات التتويج في البطولة تأكيد يا فرس مباراة مهمة تكون الساعة السابعة إن شاء الله بتوقيت القاهرة وبإذن الله يكون النادي الأهلي جاهز تماما لذي المباراة ربنا بس يبعد الإصابات عن نجوم الأهلي المشاركين في المنتخبات اللي بيقدوا دورهم في البطولة العربية مع منتخبات بلدهم إن شاء الله تكون بطولة من نصيب النادي الأهلي حتى وإن كان موقف الرجاء البيضاء المغربي حتى هذه اللحظة يعني بتصدر أخبار وأنتوا عارفين الجوانب الجانب المغربي والجانب التونسي دايما بيكون فيه لعبة نفسية كده أبن مباراة لكن النادي الأهلي مستعد والنادي الأهلي بإذن الله هيكون رئيس البعثة الكابتن محمود الخطيب ويسافر إن شاء الله من القاهرة متوجه إلى قطر يوم 17 بإذن الله ويكون فيه مباراة ودية إن شاء الله يوم 15 يعني ممكن يكون طرفها فريق سموحها إن شاء الله كل التوفيق لنجوم النادي الأهلي كل التوفيق بإذن الله للجهاز الفني ونقدر نحق بطولة جارية بطولة قرية جديدة تضاف لبطولات النادي الأهلي القرية كانت لقطة جميلة جدا في السوبر الماضي وإحنا بنشوف الميداليات كابتن محمود الخطيب فريق بيزينه بيها إن شاء الله نفضل نايمة بنشوف انتصارات للنادي الأهلي حابين نقول لكم شاركوا في توقع نتيجة مباراة مصر وتونس هنستعرض قراءكم مش هنسيبها أكيد وعارفين أنتوا بتبعتوا وبنشوف رسائلكوا وكمان عايزين نقول لكم إن مباراة المغرب والجزائر الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي استنونا بعد الفاصل وأوعى تروحوا في حتة معنا فقرة مهمة جدا أهلا بكم من جديد وباقي فقرات الأهلي خط أحمر عندنا خبر عاجل هو إن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر وكمان الكابتن حمدي فاتحي هيغضعه لأشعة النهاردة لأن اللاعبان يعني بيعانوا من ألم ألم في الخلفية للكابتن محمد الشناوي وربما شد في الخلفية للكابتن حمدي فاتحي طبعا نتمنى أننا نتطمن على اللاعبين طبعا ونتيجة الأشعة مهمين جدا مشاركتهم مع منتخب مصر ويكونوا سلاء مجهزين لمباراة نصف النهائي والنهائي البطولة العربية وطبعا المباراة المهمة والمرتقبة لنادي الأهلي وهي مباراة السوبر الأفريقي فتمنياتنا إن شاء الله أن نتيجة الأشعة تكون نتيجة لصالح اللاعبين والطمن على اللاعبين الأخبار دي بتقفلني للأمانة يا أسامة والنادي الأهلي مش ناقص يعني منتخب مصر قف حاجة لكل اللاعبين بس النادي الأهلي مش ناقص فإن شاء الله تيجي الأخبار إيجابية لأنه بنشوف لعب ورا لعب ورا لعب والأهلي بيدفع ضريبة ويجي البعض كمان زي ضالي مشكلة كبيرة جدا واجهات كبير جدا ومجهود كبير جدا من لعبي النادي الأهلي ونعبي منتخب مصر نتمنى إن شاء الله السلامة للجميع لكن قضية أخرى وقضية خرجنا يعني ردود بقى خارج الإطار المصري وكعادتنا دايما في برنامج الأهلي خط أحمر بنتابع كل شيء حتى ما يدار في البرامج الرياضية العربية وبنكون دايما مع حضراتكم لأن احنا لا نقبل أي كلام غير منطقي أو غير مقبول يقال أو يتم ترديده عن النادي الأهلي أو عن بطلات النادي الأهلي وكان عادة يعني اللاعب سابق في منتخب لاعب سابق في النادي السفاكسي التونسي والترجي التونسي وطبعا كان مرشف على القرى في نادي السفاكسي التونسي 2006 تحدث عن فكرة بطلات النادي الأهلي الأفريقية وكان الحديث بصراحة يعني من وجهة نظري ما ينفعش إنه يقال على فضائيات خاصة لما يكون بدون سند أو دليل فإحنا هنا هنجيب لك السند والدليل عشان تعرف النادي الأهلي وبطلات النادي الأهلي والطرق اللي بتقود النادي الأهلي لتحقيق البطلات في مجلس إدارته في جهازه الفني في العبيه وخلفه جماهير هي الأكبر والأكثر شعبية في الوطن العربي نطلع نشوف الفيديو عشان نرجع معكم وعشان كده الأهلي والزمالك هو الدرب رقم واحد في الوطن العربي لا مش حيح يكون شي رقم واحد رقم واحد الخرية رقم واحد الأهلي رقم واحد انتموا رقم واحد ما هو زاد الأهلي رقم واحد لكن خاطر الكاف موجودة في مصر أهلي رقم واحد دي الحجة كافة في مصر دي الحجة أنت رد على تقوى دونت النيني سفاقسي في تونس مكانش الحكم لقارتها خارج السرق لا هذا كلام صحيح هرجع للمباراة تشوف يهديك ربي يصلح التاريخ هذا هو تاريخ هذا الواقع هذا الواقع على خاطر كاف موجودة في مصر كانواخذوا الذمال يقوموا برقم واحد مكانواخذوا الذمال يقوموا برقم واحد مكنش الحكم أحيانا تقول لي الكاف. موجود. موجود. دة الكلام دا هو الترجم ممكن الخوف. لا نسانش خلي ترجمة. ما هو المشكلة. نحيني معاش خلي معلقة. لا ازاي. نحن محاول. انا مناحش برضو. على حظة. لا انا لقاف. نحن بدي لكاف. نحن لقاف. نحن لقاف. الناس. بس ما شكتة مصر بتترش الناس. لا شكالك. انت ابتحب ايش تقول الواقع. عليك حال انتي حرف. ازاي بقى وقعت. انتي حدا. هذا وقع. الناس كل تعرفوا. القاسي والدين يعرفوا. حتى حفيه ذوق يخمص فيها يعرفوا. الكابتن ناصر البدوي واضح جدا عنده أزمة مش بس مع النادي الأهلي. هو عنده أزمة من كرة القدم المصرية. وبيديقوا فكرة مصطلح أن منتخب مصر رقم واحد. والنادي الأهلي رقم واحد. فبيقول لك وانتوا كل حاجة هتقولوا انتم رقم واحد. الأرقام بتقول كده. منتخب مصر سبع بطولات قرية. مع كامل احترامنا المنتخب تونس اللي بنحترم كل المنتخبات العربية وكل الأندية العربية. والفقرة هنا مش لتشكيك في أي بطولة أي فريق عربي. بقدر ما هي في المقام الأول. هي دفاع عن حق النادي الأهلي. وعن بطولات النادي الأهلي. اللي طبعا لو بنتكلم عن مكينة النادي الأهلي فهي مكينة وخلية النحل خلية العمل. اللي بتتوارس جيل وراء جيل. مجلس إدارة وراء مجلس إدارة. جهاز فني بيقود لجهاز فني. لعبين بتكمل سلسلة المشوار. وبنيلعبه بكل إخلاص وتفاني لتحقيق البطولات للنادي الأهلي على مدار تاريخ بطولات النادي الأهلي. لكن الكابتن ناصر البدوي عنده مشكلة مع رقم واحد. ده رقم واحد. النادي الأهلي هو رقم واحد. منتخب مصر رقم واحد. الأهلي الأكثر حصول على بطولات القرية 23 لقب قرية. النادي الأهلي الأكثر حصول على بطولة دورة أبطال أفريقيا 10 بطولات. فبيكلم أن البطولات دي بتحقق لأن الكاف موجود داخل مصر وكان في الصحفي السيد محمد جزار بيقول له ما الزمالك موجود داخل مصر فقال له مكينة النادي الأهلي أقوى هنتكلم عن فكرة مكينة الأهلي أقوى لمكينة الزمالك أقوى ولكن خلينا نروح للهدف على طول وهو حديثه عن مباراة نهائي 2006 بين الأهلي والصفاكسي التونسي وبيتكلم عن فكرة أن فيه هدفين تم إلغاءهم في مباراة العودة مبدئيا مبدئيا تصحيح تصحيح مفيش حاجة اسمها هدفين تم إلغاءهم في مباراة العودة في حاجة اسمها خطأ في تقييم أو تقدير التسلل على أحد مهاجمي فريق الصفاكسي التونسي ليه لأن حتى الشك في التسلل حتى لو الكرتين كانوا تسلل فهو هنا الاحتمال لأن صفارة كوفي كوتجة سبقت أن اللعب أصلا يلعب تجاه مرمى النادي الأهلي فكان عصام الحضري وما أدرك مع عصام الحضري وقتها كحارس مرمى لمنتقى بمصر والنادي الأهلي التزم الصمت التام ووقف القرى ولم يحاول أي محاولة على القرى دي ففكرة هدفين تم إلغاءهم دي أصلا فكرة خاطئة من البداية هو كرتين فيهم شك في تسلل تم إلغاءهم أو تم تقديرهم بشكل خاطئ ولكن إحنا بقى هنجيب لك لما يكون الشك مش في فكرة محاولة لأ هنقول لك لما الكرة تتخطى خط المرمى وبما أن المكينة أهلوية وبما أن الكاف في مصر فأنا اتعدلت في مباراة الزهاب في مصر وقت الكاف ومع المكينة واحد واحد والكرة دي أنا بأعرضها على حضرتك أنا عايزك أنت توصف لي الكرة دي تقول لي دي شك في إيه دي كرة كانت في ديئة تمنى في بداية المباراة الكرة لعبها كابتن عماد متعب برأسه جات في العرضة أو في القائم ومرت بخط المرمى وخرجت أنا عايزك تتأكد أنا مش هقول دي جون مؤكد ولكن اللي هقولك كمان دي مش جون لأن فيه عندي معطيات تخلينا أقول أن دي نسبة الأقرب إنها جون ليه لأن ركز في حارس مرمى فريق الصفاكس التونسي جواشي وهتلاقي رجله رجله داخل المرمى على خط المرمى اليمين والكرة معدية من غير ما تصطدم أو ترتطم برجله البديهي إنها إيه إنها تكون هدف لا يا سيدي هي مش هدف هي شك في الهدف صح لما يكون بطولات بتأخذ عن طريق مكينات وعن طريق تواجد الكاف داخل البلد معينة فالمفترض بديهيا كده تكون حضرتك مدرك كويس قوي إن الشك في صالح فريق البلد يعني إيه يعني الحكم لو عاوز يجامل مش هيلاقي لقطة أفضل من دي يجامل النادي الأهلي فيها شك وإن كنا بنقول بوضع رجل حارس مرمى الصفاكسي إنها أقرب للجول لكن هنقول مش جول شك هنا بقى لو النادي الأهلي بيتم مجاملته كان الحكم صفر هدف أعتقد بديهيا يعني لكن اللي حصل إيه إن المباراة انتهت واحد واحد وما شوف ناس مثلا اللي بنشوفه في بلدان تانية إن بنكون لغاية ديها الأخيرة محافظين على نتيجة إيجابية ونلاقي ركل الجزاء تحسب هدف يدخل مرمانة فأعتقد فكرة الشك دي واضحة جدا مباراة الأهلي والصفاكسي لكن أكيد عندنا كلام عن المباراة التانية أصلا المباراة التانية واللي كانت فيه رادس وكان فيها أحداث كتير جدا أعتقد التشكيك في بطولات النادي الأهلي ده سمت دايما اللي مش قادر يجاري النادي الأهلي أنا واثق إن أحيانا أنت بيكون عندك مشكلة إن انت فكرة اللحاق بمجد وبطولات النادي الأهلي ما يقوس منها بالنسبة لك فتبدأ تخلق مبررات وده اللي ما عملوش عصام المرداسي مدافع الصفاكسي في 2006 وكمان اللي حتقدروا تسمعوه وتستخلصوا منه ليه القصة ما كانتش مكينة خالص ويمكن المكينة دي مجرد وهم كده تواجد في عقول البعض نطلع ونشوف الفيديو عشان عندنا كلام مهم جدا كنا شوعيين بالأهمية بتالتيتر هذي لأنه عملنا لأنه عملنا ماتش هالي ممتاز جدا كنا قراب برشا أنه روحوا بانتصار من مصر من وقتها بدأت لفولي بتالتيتر سي الناس الكل وكأنه حتى أحنا في بعض الأحيان أو لبعض اللاعبين فينا حاسينا أنه بتالتيتر سي سي كونفيرمي تالتيتر سي جاني وهذه غلطة لأنه أول مرة نوصل لنبو هذيك في ضرف مزيد جدا مع تهزينا برشا ألقاب وصلنا لبعيد في تشامبيونز ليغ مع الأهلي المصري اللي يعلي بوك للأهلي المصري هي المنتخب المصري بو صحيح أنا دي جاء قلت أنه مالورو زمو حتى المسؤولين نستعرفوا بهذا أنه ما يجيش فينال تشامبيونز ليغ ما نجموش نمشوا للزهرة فيه ما نجموش روكي نهبتون وتعشية ونلقوه ألف ومنحقهم يقول لك وقتها كيف كيف فرح على المشتركة الناس الكل كانوا يدخلوا وكان لك سيليبر معتا الناس الكل داخلين خارجين تساكر موجودين غاديك الفاميب تلبيع بيه الكل يجي وناس كل يجي يقول مثلا سمراد بات ما باتش هذه الحق أنا ما نعرفش لأنه أنا ويسم إليتي إكس بو معتا هو أخذاء ورقة حامر ما تشدك برحب هذا قال كنت حاضر معه لا موجود معنا موجود لكن ما نعرش إسكو شاف سمراد موجود ولا لا ما نعرش لأنه سمراد إحنا في العشاء يكون بوجود بحذانا بعد إحنا كنت نطلع للبيوت ما نعرفوش قال حتى قال حتى البيوت وقتها معناه كما قلت أنت أكسي ليبر عيسام وبيوت محلولة تبقى للعشر أو لحداش متعليل وناس داخل خارجة وماكلة وفهمة معناها حاجات لا لا مش أسبوع كونش إذا كان مليعبية ماشي تابعين الستاف ميديكار والستاف تيكنيك ويكونوا الداخلين خارجين للبيوت هذي من صورهش لكن لكن الغلطة كبيرة أنه مشينا بالحق عملنا ستاج بتالفينال هذي في رادس وكانت الأمور شبه سايبة ناس الكل ما كناش على راحتنا هذي خطاء من أخطاء أخطاء إدارية كما ثم أخطاء فنية كما ثم أخطاء من لعبين وخطاء مشترك مالو روزمو كلفنا كلفنا معناتها تيتر غالي برش على الصفاقسي ده مين ده عصام المرديسي المدافع بتاع الصفاقسي بيتكلم ببساطة عن أسباب خسارة اللقب اتكلم طبعا الموزيع بيكلمه عن حالة النشوة اللي كانت موجودة عند اللاعبين لأنه هو قال نفسه أن هي كانت نتاج النتيجة الإجابية اللي حصلت في القارة وهم اعتقدتهم كمان أنه كانوا يقدروا يرجعوا في فوز أنا بشوف أن كلامه الخاص بأن هناك خطأ إداري وأخطاء إدارية وفنية الرجل لم يتعرض للتحكيم خالص وكان سهل يقول ده ولكن هو وقف عند حتة أنا شفت انعكاسها في الملعب الرسمة أو التيفو اللي اتعامل لأبو تريكا وهو بيسلم الصفاقسي اللقب ده كان هو المسيطر على حال جمهور نادي الصفاقسي اللي كان عندهم اعتقاد كبير جدا أنهما حسموا اللقب وده اللي بيأكد سواء استعرضنا واحد شاهد على الحدث من داخل الملعب أو استعرضنا لقطة الكرة اللي تجاوزت خط المرمى ده اللي يثبت أنه مفيش مكينة عشان كده أنا للأسف بقولها العار كل العار أن يطلع حد من الأشقاء التوانسة اللي مفترض طبعا إحنا لا نأخذ أبدا علاقتنا بالأشقاء التوانسة جيدة جدا ولكن اتهام النادي الأقلي في بطولاته ده شيء سيء جدا وغير مقبول وغير وقعي ولا يستند على أدلة مع احترامي ليك أنت عندك النادي الأهلي من 82 ل87 بيلعب ست نهايات بياخد منهم خمس بطولات أفريقية ونفس الوضع من 2005 إلى 2013 بيلعب ست نهايات بياخد خمس بطولات أفريقية وشوفنا في 2020 و2021 ده النادي الأهلي فإن حضرتك بتقول مكينة ده سلاح العجز أنا مش عايز أروح لا حارس مرمى الصفاقسي السابق نصر البدوي لأنه هو حتى أنا حاولت لما شفت طريقة لأنه أنت لازم عشان تقايم حد تعرف طريقة تفكيره يعني اعرف الآخر اللي هو تحدث حتى أراك يعني شفت كتير جدا في التصرحات التونسية ليه ومش هنقف عند شخصه سقب وزع الجمهور الصفاقسي منه نتيجة كلامه عن الإفريقي ومنوشات مع رئيس النادي الصفاقسي فهو واضح أنه هو محب لطريقة الشوء أو الكلام المرسل ده لكن هنا النادي الأهلي ليه حق؟ بنقف عنده الخزعبلات الذي يردد لها البعض ده هنا مكان عشان يرد عليها بالورقة والألم ويحولها لمجرد خرافات قد يعني يعني يستمع البعض ويقول طب ما ده تأكيد فكرة أن النادي الأهلي في فترة التامينات بيحقق خمس ألقاب وبيحقق من 2005 خمس ألقاب وبيحقق 2001 لقب يعني خمس ألقاب كان فيهم أبطال قوس وأبطال دوري طب ففي النهاية ما ده تأكيد من وجهة نظر الكابتن عصام طبعا أنه هو عصام البدوي أنه هو أو نصر البدوي والله كابتن نصر البدوي نصر البدوي اللي جاء بكابتن عصام كابتن نصر البدوي إنه ده تأكيد إن المكينة شغالة فإحنا بنقول لك المكينة لو شغالة فبتنتكلم عن فكرة إزاي نكون في القاهرة في وجود الكاف وبيبقى هدف في المباراة الأولى لا يتم احتسابه وتعالى كمان لمباراة تالية أو بطولة تالية وبتلعب نهائي بطولة تالية عشان تعرف هي فعلا المكينة شغالة ولا المكينة عطلت مع النادي الأهلي تماما على مدار تاريخه الأفريقي وبالورقة وبالألم بما إنك اتكلمت عن طول 2006 تجهلت تماما أمام منافس تونسي آخر بطولة 2007 مباراة النادي الأهلي والنجم الساحلي التونسي اللي اتعرض النادي الأهلي لظلما ذهابا إيابا وكانت المكينة مش شغالة نطلع نذكركم ونشوف الفيديو ده ونرجع نعقب لا أنا عاز أتكلم على مباراة الزهاب الأول في مباراة الزهاب بقى الراجل ده احتسب يعني جد رشد جلسة لبركات الشوت الأول وغضع عنها بشكل يعني غريب أول والأفضع بقى أنه أنزار لبركات يعني 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 كمان أنت تغاضيت عن ضرب الجزاء والضرب اللاعب المخصر كمان سدي أنزار اللي وقع عليه الخطأ حاجة غريبة جدا يعني خلينا الأول نشكر فريل الأعداد ونأكد على نقطة مهمة جدا فكرة أن أنت تجيب أراء خبراء تحكيم في 2007 و2006 وتجيب الكابتن عبد الرؤوف المرشدي حكم سابق وللأمانة هو حكم كان له مواقف مع النادي الأهلي ما كانتش أبدا في صالح النادي الأهلي لكن ده في صالحنا وإحنا بنستشهد به مع الأخطاء اللي حصلت في مباراة الأهلي زمان أنه بيتكلم عن مباراة 2007 عن وقع من وجهة نظري كارثية ركل الجزاء واضحة وضوح الشمس لا يختلف عليها اتنين مع لعب محمد بركات تطلع فايز بنسبة كبيرة جدا تفوق التسعين في الماء لو سجلت ركلة الجزاء واحد سفر هناك في تونس وكمان الأصعب الإنذار اللي خده محمد بركات حرمه من أنه يلعب النهائي اللي موجود في القاهرة مع المكينة ومحمد بركات كان وقتها قبلها بموسم هو أفضل لعب داخل أفريقيا بي بي سي وكمان كان هداف بطول الدوري أبطال أفريقيا ومع ذلك الأمور بتمر مرور الكرام والنادي الأهلي ولا جامهيري النادي الأهلي ولا إعلام النادي الأهلي بيتحدث بأي شيء موسيق لنادي النجم الساحلي وبيعتبر الأخطاء دي هي أخطاء تحكمية حتى لو كانت فجة الفكرة ما وقفتش عند مباراة الزهاب كان في مباراة العودة في 9 نوفمبر 2007 وأنا بشوف أنه 9 نوفمبر الأسود في تاريخ التحكيم الإفريقي لأن العرجون كان على موعد مع النادي الأهلي في مباراة فيها فجور تحكيمي واضح كبير جدا لما كان النادي الأهلي ليه وقعتين ركلتين جزاء واحدة لمحمد أبو تريكا وواحدة لشديد إناوي وكان تدخلات العرجون حتى في الطرد حتى هو كان نازل المباراة واضح أنه عنده أهدافه يمكن كمان كنت بشوف بمناسبة بقى المكينة يعني خلينا نتكلم بالعقل يمكن أسامة كلمكم بفكرة توالي البطولات وإحنا كده أي فريق تاني لا أنت بتتكلم في إيه فأنا في رأيي بشكل كبير جدا كان خسارة النجم الساحلي لألفين وخمسة وخسارة الصفاقسي في ألفين وستة كان يصعب قوي 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 على إفريقيا والكرة التونسية أنه يبقى اللقب الثالث على التوالي على حساب نادي تونسي لو بنتكلم على المكينة لا المكينة في اليوم ده كان أنا ما بشككش ولكن إحنا شفنا حالات لو حنتكلم على مكينة وحنأول الأحداث وفقا لنفس طريقة الاستنتاج لا فكان واضح جدا أنه كان فيه رغبة متعمدة أن ما يكونش النادي الأهلي بطل لتالت بطولة على التوالي على حساب فريق تونسي ويمكن ده المزعالة عشان كده نشوف الفيديو ده وأيضا الحكم عبد الرؤوف المرشدي وهو بيتكلم عن كيف ظلم العرجون النادي الأهلي نشوف الفيديو لا العرجون ده بقى حاجة يعني حاجة تانية خالص يعني نيجي ده للوقعة بتاعت أبو تريكا أبو تريكا تخطى المدافقة بتاعتونس عرقال بس بحق رسل الجزاء وطارد ليه عدونس المنفراض خلاص قال له العرجون ده حاجة تانية خالص ده العرجون ده حاجة مكينة خالص يعني ودي ضربة جزاء في صورة لو نعرضها ركل الجزاء أيضا لأحمد شديد إناوي كانت في نفس المباراة تحت أنظار العرجون أهي الكرة الإناوي جزء كبير من جسمه داخل منطقة الجزاء ولم تحسب هكذا كانت الأمور وهكذا حرم النادي الآلي من تالت بطولة على التوالي على حساب فريق تنسي وحطه تحت الموضوع ده ميت خط لأن ده قناعة التامة أنه كان صعب جدا أن يتم القبول بفكرة التالت تتويج على التوالي على حساب فريق تنسي لا أنا قناعة التامة أنه في مشكلة في تالت تتويج عن متن جات بقى فريق تنسي جات فريق غير تنسي هو في مشكلة في تتويج تالت ربنا لا إن شاء الله ما هو كايزر شيفزي بس تنسي ولا شمال أفريقي خلينا نتكلم في الدوق لكن الفكرة كلها السؤال اللي إحنا ما زلنا مصررين يطرحوا من بداية الفقرة إزاي يكون فيه مكينة شغلة في مصر وإنت بتتعرض لأقطاع تحكمية في مصر فوارد وارد نقول إن فريق صفاكسي تنسي أو في شمال أفريقيا بيتمتع بقوة على حد تعبيرات أو فهم الكابتن ناصر البدوي أو فريق النجم السحلي لكن كمان يكون الأمر أمام فريق مع كامل احترامنا لي والله كانوا بيلرز النيجيري ويتم ظلمك في ملعبك في دورة أبطال أفريقيا في 2009 في دورة الستاشر دي كرة الهدف الأول اللي سجله كانوا بيلرز النيجيري في مباراة العودة بين مع الأهلي وكانت مباراة الزهاب انتهت واحد واحد أعتقد الصورة مش محتاجة لخبيل تحكيمي ولا محتاجة لأي شرح محمد بهذا التسلل هدف وطبعا كان فيه خطأ بعد الهدف ده من لعبي النادي الأهلي فأصبحت النتيجة 2-0 لكن قدر في لافي وبركات يرجعون المباراة 2-2 لكن 2-2 في القاهرة معناها وداع النادي الأهلي من دور الستاشر عارف يعني ايه بطل أفريقيا حامل اللقب يخرج مع فريق تصنيفه بعيد تماما عن النادي الأهلي وفريق كانو بيلرز النيجيري ويكون فيه هدف تسلل لفريق كانو بيلرز النيجيري في المباراة دي والنادي الأهلي لم يخرج من دور الستاشر في دور أبطال أفريقيا من 2009 كان آخر مرة خرج لها سنة كام 1990 برقلات الترجيح أمام فريق الترجي التونسي برضه فتخيل من 1999 لألفين وتسعة ما كانش النادي الأهلي بيخرج من دور الستاشر المكينة دي ما كانتش قادرة تزوق النادي الأهلي إنه يعبر كانو بيلرز في فكرة فقط لغير مش تدي النادي الأهلي أكثر من حقه تمنح النادي الأهلي حقه وترفع بس الظلم والأخطاء التحكمية عن النادي الأهلي أعتقد دي المباراة التالتة في القاهرة اللي بنستعرضها من 2006 اللي بيتم فيها أخطاء تحكمية مباراة الصفاقسي وهدف يعني شفنا رجل حرس مرمى الصفاقسي على خط المرمى وقرأ بتعدي من خلف رجله المباراة التانية مباراة النجم الساحلي اللي كان فيها رقلتين جزاء ليه محمد أبو تريكا والديد إيناوي في 2009 مباراة كانو بيلرز وأيضا هدف تسلل واضح ضد النادي الأهلي طب ده 2009 نروح تاني لـ 2010 وخد بالك احنا ماشيين جايبين هلك سنة بسنة 2008 النادي الأهلي كان حامل لقاء وكان البطل لو عندك أي خطأ تحكيمي حدث في المباراة أي مباراة للنادي الأهلي ساهمت إنه هو يأتخذت دور مش من حقه منتظرين إنك ترد لكن بالتأكيد مش هتلاقي رد لأنه احنا بحسين كويس جدا وعارفين كويس جدا النادي الأهلي بيحق بطلاته ازاي مزاي ما انتفاه لكن في بطولة 2010 ودي البطولة بقى الشهيرة البطولة اللي كان فيها يعني خطأ تحكيمي فادح بشكل كبير جدا ده موجود في تاريخ التحكيم الأفريقي بشكل عام هنتكلم فيه في مباراة العودة ولكن البعض في مباراة العودة وهي يد إن رامض يقول لك ايه المشكلة يعني ما انت محمد فضل لاعب النادي الأهلي في مباراة الزهاب سجل هدف بييده وتحاول تقنعه تقوله فيه فارق كبير جدا بين لعب طيرة ولعب كرة قدم الكرة تطمت بييده يقول لك لا هو متعمل تمام خلينا نروح لمباراة الزهاب ومباراة العودة لأنه عندنا فيديو مختلف تماما وبيؤكد إن النادي الأهلي في مباراة الزهاب اللي انتهت اتنين واحد اللي فيها هدف جاف إيد كابتن محمد فضل فيه مشكلة وتجني واضح وظلم واقع على النادي الأهلي من الوقتات التحكمية تعالوا نشوف الفيديو كابتن جمال غندور وبنرجع نعرف اهيه اهيه خلاص واضح بالنسبة لنا هذه الإيدة هي وما حدش يقول مش متعمدة لأن الإيد هي دا راحة للكورة التعامل ماله إذن الهدف الأول دا غير صحيح بص ويا كنا بتطلع جمعة ومسوك إزاي بص ما بسوك إزاي متكتف إزاي كمل وبعدين حتى ما دلوش فرصة أنه هو يشارك في اللعبة وحياخده اهو وينزل بيه بس كل الأقف دا خطأ كبير ترتكب خطأ قبل التسجيل كان يجب احتساب قبل الحالة يعني اه كان يجب احتساب هنا ركلة حرة مباشرة هو ياخده في إيده لصالح والجمع والصفالة حتطلع هنا فاول يبقى إذن ما كانش هيتسجل هدف إذن هذا الهدف أيضا غير صحيح أحكم على التعمد إنه اللاعب شايف سكة الكورة وتعمد إنه يترك إيده في سكة الكورة مش كمان يحطها يترك إيده في سكة الكورة هو شايف خلاص هو شايف كورة راحة فين يبقى هو وبص إيده كانت فين وهي كورة على الأرض هنا قدي فضل أهو إجزاء خلاص هنا فيه ركلة جزاء أنا ما بيجدينش إتاحة فرصة قدي إتاحة فرصة المين هو فيه إتاحة فرصة أو فيه فرصة أفضل من ركلة الجزاء أنتوا جايبين جمال الغندور وجمال الغندور حكم مصري فبالتأكيد بما إنه حكم مصري هينحاز للفريق المصري فإذا بالكابتن جمال الغندور بيتكلم عن فكرة هدف محمد فضل محدش يقول لي إنه هو مش متعمد الهدف غير صحيح للكابتن محمد فضل يعني إيه يعني جايبين خبير تحكيمي بيقول اللي لنا واللي علينا وبدأ إنه هو شال من النادي الأقل الهدف فتعتبر النتيجة اللي كانت اتنين واحد كانت هتبقى واحد واحد لكن قال استنى طالما قبلت برأيه هنا لازم تقبل برأيه هنا فيه هدف التراجي واضح جدا والصورة واضحة جدا إن فيه شد واضح للكابتن واق الجمعة والكابتن واق الجمعة يقدر يتعامل مع اللعبة فبالتالي هدف التراجي غير صحيح فالمفترض لو إحنا لغاية دلوقتي بنتكلم في عدالة أحكمية وافترضنا وجود فار موجود في البطولة العربية كان هو متواجد في المباراة دي هنقول النادي الأقل حتى يزيه اللحظة واحد سفر كفاية كده؟ لا مش كفاية كده فيه رقلتين جزاء للنادي الأقل رقل الجزاء لمحمد فضل ورقل الجزاء من لمسة يد واضحة وجبنا لكم الصورة إزاي كانت إيد مدافع التراجي جنبه والقرى على الأرض أول لما فرانسيس رفع القرى كان إدى ظهره ومد إيديه وعاق القرى وبالتأكيد رقلتين جزاء احتماليتهم في تسجيل الأهداف أكبر بكتير فبالتالي أنت مباراة طالع منها اتنين واحد كنت تقدر طالع كاسب كاسبان تلاتة سفر فالموضوع كان يعتبر منتهي حتى لو مباراة العودة كان فيها إيد إنرامو وفرس إيد إنرامو لو رحنا عندها هي ما كانش فيها إيد إنرامو بس كان فيها طرد بركات المبكر وأربع انذارات للاعب الأهلي وسماح للاعب التراجي بإضاعة وقت بشكل غير مسبوك ولقطة إنرامو اللي خلدتها الكرة الإفريقية كوقعة هي تكاد تكون من أسوأ الوقاعة في تاريخ التحكيم الأفريقي وفاكر أيامها شكوى النادي الأهلي وتصعيده مع الكاف ورد الكاف في النهاية إن هو لم يثبت له إن الحكم متواطئ ده اللي كان بيتكلم فيه النادي الأهلي في 2010 نشوف فيديو الحكم جمال الشريف هو بحل المباراة العودة وجريمة إيد إنرامو اللي أعتقد لو بنتكلم عن مكينة فهذه الوقعة يعني إحنا بنقول وصمة وسبة في جبين التحكيم الأفريقي وكمان ضربة جزاء لجده نطلع ونشوف التحليل ونرجع نعقب آخر من لعب الكرة ليست حتى هذه اللحظة في اللحظة التي ساق فيها المهاجم فريق الترجل الكرة باتجاه ركل الروتينية هو الذي لعب الكرة لم يلعب شريف عبد الفضيل الكرة نهائيا لم يلمسها هنا فلا تتقلبان حكم المساعد له مسؤولية عليه مسؤولية لكن الحكم الساحة أولا نتحدث عن حكم الساحة صاحب مسؤولية كبرى يقف موقف صحيح لحظة التنفيذ الكرة تماما لكنه يجب عليه التحرك هنا كافة اللاعبين تحركوا اللاعب الذي جاء مايكل إنرامو جاء من الخلف كان يتوجب عليه أن يقرأ اللاعب الذي جاء من الخلف ليلعب الكرة كيف لاعب الكرة حتى عملية القفز باتجاه الكرة هناك حتى إن لم يرى الحادثة ويجب عليه أن يراها يستطيع أن يتكهن بها يجب أن يقرأ الحدث بأن هذا اللاعب الكرة كانت بعيدة عن متناوله لا يستطيع أن يصل برأسه إلى الكرة أعتقد هناك كان مسك والحكم أقر في ذلك لكن أنا أعتقد بأن المخالفة حصلت داخل منطقة جزاء خليل الشمام يمسك بذراع جده جده كان يقف تماما على خط منطقة جزاء أو كان جزء من جسمه خارج لكنها كان يده أو عملية المسك تمت داخل منطقة جزاء لكن الحكم كان بعيدا الحكم أعتقد في هذه كان قريبا لكنه لم يستطيع أن يحدد وأعتقد هنا على الحكم المساعد أن يساعده بعملية تقييم أن المخالفة حصلت داخل منطقة جزاء وليس خارجها نلحظ قدم اليسرى لجده كانت على الخط وبالتالي الجزء المتبقي من الجسم كان داخل منطقة جزاء وأعتقد كان يمكن أن يعطي ركع جزاء في الدقيقة الخلسين لكننا نشاهد هذا بالتصوير البطيئة الحكم ما عندوش تصوير بطيئة مئة بالمئة لكنه كالبايد 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 عندوش تصوير بطيئة عندوش تعيين يقرره أنا كانت كرة طويلة هنا الحكم المساعد الذي يقف على خط متوازي منطقة جزاء الموازي لخط المرمى قادر على تقديم العون في هذه الحالة وهذا دوره يعني إحنا عندنا لقطة إنرامو الفاضحة وطرد بركات والأربع انزارات وإضاءة الوقت ولقطة جده اللي كمان كابتن جمال الشريف شاف الحكم كان قريب فيها وحكم المساعد على نفس الخط وزاوية الرؤية واضحة هنا كان النادي الأهلي بتعرض لعملية ممنهجة زي ما بنكلمكم أنت في فترة أنا في رأي النادي الأهلي في الفترة ما بين 2005 2013 كان يقدر يحصد أغلب البطلات في الفترة دي على مدار كل سنة شفت اتعدلت ازاي في 2007 2009 وبتتعطل في 2010 بنفس الطرق النادي الأهلي بقى اللي كان عنده معركة في 2010 تيجي تشوف في 2017 وبيتم إقاف لمبة مدى الحياة بسبب التأثير بشكل غير قانوني على نتائج المباريات مباراة جنوب أفريقيا والسنغال نوفمبر 2016 اعتقد لو بنتكلم عن مكينة هنا الموضوع باين جدا مين الحكم اللي كان ليه تدخلات بالشكل ده واثبت الوقت ان النادي الأهلي كان صح لانه هو كان حكم فاسد النادي الأهلي لم يعرف مكينة استنونا بعد الفاصل عشان عنكمل لكم كل بطولات أفريقيا لحد 2019 تقريبا ازاي كان النادي الأهلي بيظلم فيها نطلع للفاصل ونرجع لك اهلا بحضراتكم من جديد واستكمالا للفقرة السابقة والحديث عن بطولات الأهلي الأفريقية وطبعا زي ما احنا بنؤكد عارفين كويس قوي النادي الأهلي بيحق بطولاته ازاي والحديث عن فكرة وجود الكاف في مصر استعرضنا قبل الفاصل اربع مباريات كان فيهم ظلم تحكيمي واقع على النادي الأهلي الصفاقسي 2006 النجم الساحلي 2007 كانوا بيلرز 2009 وكمان الترجي 2010 وحاليا وصلنا لسنة 2011 والنادي الأهلي بيدخل يلعب المجموعات والنادي الأهلي عنده مباراة ما فيهاش جماهير او بدون حضور جماهيري امام الوداد البيضاء والمغربي والنادي الأهلي بيفاجأ بهدف من تسلل ممكن نعرض الصورة طبعا الهدف ده داخل فيه مهاجم فريق الوداد مع كابتن شريف عبد الفضيل وارتطمت الكرة بكابتن شريف عبد الفضيل وده كان الهدف الأول من تسلل لفريق الوداد المباراة انتهت 3-3 وطبعا سجل أهداف عماد متعب وقل جمع ودومونيك وفقد النادي الأهلي نقطتين غاليتين بشكل كبير جدا على أرضه في القاهرة عشان تكون المباراة الخامسة حتى زي اللحظة أخطاء تحكمية في القاهرة في وجود الكاف في القاهرة في وجود المباراة اللي على أرضك والمكينة كمان عندنا الترجي برضو كان معانا الترجي ومجموعة صعبة يعني مفيش مجال أخطاء تحكمية لأن فقدك النقاط هيأثر في حزوزك على التواجد والسعودة عن المجموعة هدف الترجي لو نستعرض تسلل واضح جدا جدا في صورة تانية كمان بتوضح بشكل أكبر يعني مفيش مجال مفيش مجال أن انت ممكن تستوعب أن الهدف ده المباراة دي فين المباراة دي برضو على أرضك وده المهم جدا وده اللي احنا بنتكلم فيه المباراة دي على أرضك ومباراة الودادة على أرضك لأن كمان زي ما تكلمنا في نقطة مفصلية فكرة أن انت خارج الأرض ممكن صاحب الأرض بيتم بيحصل دايما أحداث تحكمية ويحصل كده أهي مكينة بقى بنتحدث عنها لو الأخطاء التحكمية دي لم يقع فيها التحكمة الأفريكي في مباراة النادل أهلي على أرضه صاحب مباراة الوداد ومباراة الترجي كان النادل أهلي تخيله تصدر المجموعة دي لكن النادل أهلي خرج بالمواجهات المباشرة نتيجة التعادل مع الوداد 3-3 في القائرة والتعادل في المغرب 1-1 وصعد الترجي والوداد ثم استكمله المسيرة وصعده للمباراة النهائية وحق فريق الترجي البطولة فتخيل النادل أهلي كان ممكن يتصدر البطولة دي وخير دليل للكابتن ناصر البدوي كلام الكابتن نبيل معلول لما كان في لقاء بعد المباراة دي وقال كان مهم جدا أن أنا أطيح بالنادل أهلي من دور المجموعة لأن النادل أهلي في النهائيات صعب بل صعب جدا المراس وأعتقد كلامه اتحقق في 2012 وهي دي فكرة الفريق البطل اللي مش هواف عند أي خطأ تحكيمي هتطلعني في 2011 هتلاقيني بحق البطولة فقال برادس في 2012 حتى لو كان فيه إيد إنرامه في 2010 أنا قادر على نفس الملعب أحقق البطولة أداء ونتيجة وأعتقد الجميع شاف مباراة النادل أهلي أمام الترجي التونسي في 2012 وأحقية النادل أهلي في اللقب اللي كمان النادل أهلي حق 2013 وهنا كمان وانت بتحقق البطولة انت بتتعرض لظلم تحكيمي ولكن المرة دي مش في القاهرة المرة دي في جنوب أفريقيا متقدم واحد سفر بتسجل هدف وبيجي كمان أحمر عبد الزاهر يسجل هدف تاني ولكن يتم إلغاؤه بداعي التسلل تعالوا نشوفوا الفيديو ده ونرجع بعد الفيديو نعقب حتى بطولات النادل أهلي وبيخدها بيتعرض لأخطاء تحكيمي حتى المدرب نفس الشيء معناها محمد يوسف فيه شيء من الأحباط لا يجب أن يكون هناك أحباط النادي الأهلي العب مباراة كبيرة النادي الأهلي العب مباراة بطولية مش من السهلك أنك تتعادل مع أورلندو بيراتس على أرضه أمام جمهوره بهدف لهدف النادي الأهلي هو من يساكب زمام المباراة ونقول أنه لولا الخطأ الكبير الذي قام به الحكم المساعد في الهدف الثاني ممكن تكون ثلاثة أو أربع أهداف خاصة بعد نزول دومينيك خاصة لأن المساحات كانت موجودة دومينيكا بإمكانه بشي سجل هدف ثاني وثالث ورابع في تلك المباراة يعني لا يجب أن يكون هناك أحباط وخاصة في التحذير المباراة القادمة لا يجب أن يكون تحذير كل هجومي لا يجب أن يكون تحذير كل هجومي نتيجة واحد واحد سفر سفر في القاهرة في ملعب مقاونون العرب نادي الأهلي يفوز بالبطولة كابتن ناصر البدون شهادة تونسية من الكابتن نبيل معلول مدير الفن الفريق التراجي الأسبق وبيتحدث عن فكرة أن المباراة بسبب خطأ تحكيمي بدل ما تروح ل2 و3 صفر راحت لنتيجة واحد واحد يعني حتى وانت بتاخد بطولة انت كمان في المباراة النهائية بتتعرض لظلم تحكيمي وانا اللي قال لي ما بيرتكنش لده زي ما وضحنا لحضراتكم فدي كمان يا فارس حتى وانت بتحقق البطولة في أخطأ تحكيمية ضدها طبعا وكمان 2013 يمكن مع أولندو أحيانا بقى فيه أجيال كانت مش في حملة أخطأ تحكيمية تقدر تعوضها وده فارق مهم جدا يعني عندك ممكن جيل 2013 قدر يعوض إنما جيل 2016 كنت في مجموعة فيها أسك وزيسكو والوداة لو استعرضنا مباراة 3-2 أمام زيسكو بنشوف 3-2 لصالح زيسكو هدف أفصيد تماما هدف أفصيد كامل في بطولة 2016 لصالح زيسكو والنادي الأهلي اللي خرج ثالث المجموعة لو شوفنا كمان مباراة الوداد اللي أيضا كان في المجموعة مع أسك وزيسكو والنادي الأهلي كمان أيضا إزاي النادي الأهلي اللي كان ممكن يسعد ثاني المجموعة خرج ثالث المجموعة نتيجة برضو أخطاء تحكيمية في مباراة الوداد نطلع ونشوف الفيديو هل تمام إحنا معنا كان الوداد أيضا كابتن مؤمن زكريا هدف صحيح كان أمام الوداد وأيضا كان أخطاء تحكيمية في بطولة 2017 2016 نشوف الفيديو جاهز كده معنا نطلع ونشوفه وهنا الإعادة التي تؤكد بأن الحكم أخطأ في قراره وأن هذا الهدف كان هدفا صحيحا للأهلي لم يحتسب من حكم اللقاء الذي ربما حرم الأهلي من هدف صحيح وربما حرم الأهلي من نقاط ثلاث رغم أن الوداد كذلك قدم مباراة كبيرة وكان الأقرب للتهديف كابتن ناصر كان مباراة الوداد في دور المجموعات انتهت بالتعهد والسلبي كان بيحكمها التونسي يوسف السريري والنادي الأهلي أيضا كان له هدف مستحق وواضح لصالح مؤمن زكريا ما فيهوش أي شبه التسلل وبيتحرم النادي الأهلي اللي بيقرق ثالث مجموعة مع أنه كان يقدر يصعد برفقة الوداد في 2016 بس هنا بقى مش في القاهرة هنا كانت المغاراة في برج العرب ولو رتبنا المجموعة لو تم احتساب الهدف الصحيح ده كان النادي الأهلي مش هتصدر لكن كان يصعد ثاني المجموعة على حساب فريق زيسكو وده طبعا كان في 2016 بالتأكيد في بعض البطولات أنت بتقدم أداء سيء لا يعني يعني يدفعك لفكرة مواصلة المشوار ولكن بما أنك بتتكلم عن الماكينة فبنوضح لك قد أي الماكينة دي شغالة ضدنا طول الوقت أو معظم الوقت عشان ما ينفعش نقول طول الوقت وعندنا موضوع تاني بنتكلم في الوداد 2016 بنيجي بقى الوداد تاني 2017 ووراء نهائية والحكم يعني بالنسبالي الأسيوبي بيعمل لي أزمة بملاك تسمع يعني الحقيقة في كرة مع وليد أزارو اللي على طريقة عمر السلية في مباراة مصر والجزائر في البطولة العربية بيزبق ولكن مدافع الوداد المغربي بيطيح بقدم وليد أزارو وبنتم حرمانا من ركل الجزاء واضحة وصريحة لا تقبل جدال أو نقاش وبتنتهي المباراة واحد واحد عشان نروح نلعب وأفضلية تامة لفريق الوداد اللي قدر يكسب في المجراء العودة واحد سفره بيفقد أن هذه الأهلي لقب وبطولة غالية جدا ده لغاية كام؟ 2017 لكن 2018 حكايات أم المعارك 2018 وهنا بقى يعني كانت أحداث كبيرة جدا وأعتقد بقى لو الكاف كانت مسندته للأهلي كنا لازم نشوفها في اللحظات اللي زي دي بطولة 2018 اللي حسمها الترجي على حساب النادي الأهلي في تونس شهدت أحداث كتير جدا جدا والمباراة كانت معقدة وشهدت مباراة أصلا ازهاب تدخلات وأحداث وبيانات من الكاف كل ده هنروح فيه لرحلة 2018 عشان أي عاقل ببساطة جدا لا نشكك في أحد وما تدخلناش في حاجات ممكن نتكلم فيها عن نهائيات كانت ما بين بعض الفرق برضو ما تناولناش ده ولكن بنتكلم بالنهائي بس انت ليه راح على النهائي عاصلهم في البطولة دي خطأين خطأ والتنين مع الترجي عندنا دور المجموعات ممكن تبدأ بيه في 2018 دور المجموعات وهدف لكابتن مروان محسن طبعا نقدر عندنا فيديو يا شباب لكابتن مروان محسن ونطلع الفيديو معنا الفيديو نطلع الفيديو كله جاهز اللي أنا أكثر وضوحا الحالة كابتن وقل أنا شفتها مش تسلل يا محمد بس ولتلك موقف الحكم ما يبين ان اللي هو مش شايف اللعبة صح انما الكرة سليمة 100% وشفناها في الزاوية قائبة جدا الحكم موقع خطأ متأخر متأخر متر تقريبا متأخر متر تقريبا عن الخط مش شايف اللعبة تماما بص موقفه المفروض يبقى مع الخط او كمان اللي قدام كمان انما هدف صحيح 100% طبعا كابتن طارق نبس رأيك هدف صحيح طيب ما زلنا بنستكمل الأخطاء التحكمية في ملعبنا ما بين القاهرة وما بين برج العرب مع الفرق الأفريقية والفرق العربية بنحترم الجميع لكن بنوضح ان النادي الآلي مش هو النادي اللي يتقال له اصل المكينة موجودة في القاهرة واحنا بنستعرض الأخطاء دي واعتقد يعني الكابتن طارق دياب واعتقد بنجيب نماذج ونجوم تونسة بيتكلمه عن فكرة حقية النادي الآلي في الهداف دي فهدف صحيح وواضح جدا يمكن رحنا كسبنا بهدف وليد أزارو في مباراة العودة لكن كان ممكن وارد جدا بشكل كبير هدف زي ده يعرق المسيرة نالقالي زي أهداف 2016 و2011 ولكن صعدنا للنهائي بس هلو احنا في النهائي عدينا برضو كده لا ده كان فيه قبلها الواقع الخاصة بريميرو دو ايجوستو مع النادي التراجي ده ده سعود التراجي وصل للنهائي طبعا تجاوز بريميرو دو ايجوستو وسيكازوي وإقاف سيكازوي وكانت كصة كبيرة جدا اعتقد كلنا عشناها وعصرناها يعني لا حديث عن المكينة انت لو فاكر الأحداث دي تشالك من دماغ البعض يا ما بتتشالش من دماغنا وانت فتحت ملف اعتقد عليك كتير أكتر مليك فيه نشوف التونسي الأسطورة اللي بنكني ليه كل اللي احترام بريميرو دو ايجوستو وهو كراجل تونسي بيقول ايه هذا خطأ اخر وسيكازوي لم يحتسب هذا الهدف كان على حق ام لا هذا السؤال ايضا يطرح كيف تنتارق الهدف هذا الثالث شنو هدف الهدف الملغى اي رأيك فيه ما شفتوش انا وقتش هلسجل ها ما شفتوش هلسجل هدف هذا حتى الحكام ما شفوش حتى الحكام ما شفوش هدف هذا بصراحة اليوم اخطاع انقلوها بصراحة كان ممكن يخرج الفريق من الشامبيون زيما ما شفتوش رأيك في الهدف هدف 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 هنقول اخطاع فاضح يعني كرة سهلة في دي واضح انه تأثر بالهدف الاول تأثر بالهدف الثاني وبالهدف بالهدف الثام واضح بشهادة كابتن طارق دياب ان كان بالنسبة له التحكيم غير طبيعي في المباراة دي وكان الطبيعي ان الترجي يخرج واصلا ما وصلش ان هو يلقى بالنادي الاهلي في النهائي وكان بشكل واضح تفسيره بيضحك على اللقطة دي كانت البطولة اللي خسرها النادي الاهلي امام الترجي في النهائي نطلع لفاصل ولسه مكملين معاكو في بطولة 2018 اهلا بحرككم من جديد وما زلنا مستمرين مع الكابتن الناصر البدوي وهو بيتكلم عن ازاي بطولات النادي الاهلي في القاهرة او سببها ان المكينة موجودة في القاهرة البطولة دي او النهائي دا تحديدا بينسف اي شيء متعلق بفكرة المكينة ووجود الكاف في القاهرة لان الفكرة مش بتواجد الكاف او مقر الكاف الفكرة بالشغل اللي ممكن يحصل داخل الكاف نطلع نشوف فيديو طبعا وديع الجري ونرجع نعقب لان دا هيحسم الامر تماما نشوف الفيديو مش الله للمسر يشكون لديفوندي الاسبرانس وشكون نبعث الرئيسة سيطرق وشمع عقب السبرانس اي بيانسر يزي مسكتن يكون خال انتر دير لكسي او غرادان سيبرير وانفرير في مرش الاهلي وعقب ترج هي للا كميشيون دي كميشيون اللي ترىيسة سيطرق وشمع مو يكون عمل انريكشون فيولون سي لفيدرسون تونيزيون الفوتبول يكون نبعث لكوري هام كل بطاطا بشتعقب ازارو بشواحدة ويرجع في القرار هي الجامعة تونسية تكون خدم ببساطة جديدة الأستاذ وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية كان داخل انتخابات مع طارق البشماوي ولو تاريخ كبير مع خدمة فريق الترجي التونسي بيتكلم بوضوح انه هو السبب في معاقبة وليد ازارو قبل مبارات النهائي بين الآله والترجي 2018 بتباه عادي جدا فين الكاف موجود في القاهرة مين اللي اشتغل الأستاذ وديع الجريء وبالتالي تم اعقاب وليد ازارو تم كمان اتهام المدير الفني للنادي الآله بالتواطق من قبل رئيس الكاف نفسه وتلعبت المباراة في مدرق كان المفترض فيه اعقاب على فريق الترجي التونسي ولكن مين اللي اشهد العقوبة الأستاذ وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية ثم يأتي الأستاذ ناصر ويقول لنا الكاف في القاهرة والمكينة في القاهرة بس هو قال مكينة الاهلي اقوى من مكينة الزمالك هي دي يعني هو كمان في حواره انت عارفين ما بنحبش نبقى ماشيين او نحب نقفل معاكو الا واحنا مش سايبين حقنا في حاجة لان النادي الآله بيديك المساحة اللي انت ترد على كل حاجة هنا لما تقال طب ليه الزمالك ما كانتش بيستفيد قال لا ده مكينة الاهلي اقوى من مكينة الزمالك ببساطة النادي الاهلي والنادي الزمالك المباراة الوحيدة اللي حصل فيها لغة تحكيمي كانت مباراة السوبر 94 لو نشوف الفيديو معانا في السوبر الافريقي كانت مباراة بطرس متابلة اللي تم اقافه بعد كده بواقعة الفساد في 2004 طبعا طرد الكابتن محمد يوسف لما قال له اطلع من الملعب وكان تفاصيل كبيرة جدا واكتر من طرده في المباراة دي لم يحتسب لو بنتكلم على المكينة حتى مكينة النادي الاهلي عمرها ما اشتغلت لا في أفريقيا مكينة النادي الاهلي هي جهده وجهد أبنائه مجالس ضرده أبطاله والعظماء وجمهور النادي الاهلي اللي بيعرف يجيب حقه كنا سعداء معاكم الحلقة وان شاء الله نشوفكم الاسبوع الجاي انتظروا الاهلي دايما خطأ